طيب أنا كده فلو سمعيني كده كويس سريدت قولولي أنا كده من على 4G قولولي لو الصوت الوقتي كويس هل الصوت كده تمام؟ مالا حسنا نستنى بس الناس اللي كانوا معنا يرجعوا طيب 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 وهي شيء مهم جدا نبقى عارفينها ان البرودكت من كتر ما هو مهم يعني اول حاجة طبعا لأي حد هيطيدي شركة في التيم الاشخاص اللي شغالين على الفكرة ديت بس لو بنيجي نتكلم في ناس كتير بيتكلموا على التمويل وبيتكلموا على الماركت والماركتنج ولكن بالنسبة لي اهم حاجة هي البرودكت لو شركة معاهدها مويل بس مش عالفين يعملوا برودكت كويس هيفشلوا لو شركة بيعرفوا يعملوا تسويق كويس جدا بس ما عندهم مش برودكت خصوصا في التكنولوجي انا بكلم الفيديو دوت كلها بكلم على الناس اللي بيعملوا برودكت تكنولوجي برودكت مركزة في حاجات الانترنت او الصوفتوير اونلاين فالحاجات دي كلها دي اللي احنا بمركزين عليها طيب اول حاجة بالنسبة لي لو ينفع اسألكم سؤال يعني انا بالنسبة لي تعريف الايديال برودكت لأي شركة هو ان برودكت يكون اليوزر اكسبرينس والانتليجنس فيه اعلى حاجة تمام ده بالنسبة لي ده لو فيه برودكت بيحقق الحاجتين دول ده كده يبقى افضل برودكت لما غدت بس ما شرح لكم ليه ممكن ان تكتبوا كومنتس كده يعني كنت سألت في الفيديو الاولاني لو انفع تكتبوا كومنتس بالاكتر برودكت انتو بتحبوها بتحبوا تستخدموها في مصر او برا مصر وهنشرح لكم يعني اكزامبلز على البرودكت دي ازاي دي فعلا افضل برودكت هي فعلا البرودكت اللي عندها افضل يوزر اكسبرينس و افضل انتليجنس طيب وريد برضو لو تعملوا شير بحس لو فيه ناس برضو استفيدوا بالحاجات دي كلها لان غالي الوقت ليس ما شفتش اسامي برودكت حططوها بس انا هقول اكزامبل يعني فيه حاجات اكزامبل يعني جات مثلا فيسبوك مثلا فيسبوك مثلا فيسبوك مثلا اليوزر اكسبرينس في فيسبوك بري ازي الواحد لما بيدخل على فيسبوك ما بيحتاج شي يفكر قوي هو التايم لاين بيعد يسكرول 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 بري ازي ما فيش حاجات كومفليكس دي ده الاساس بتاعها فده كده هو it's very easy to use الانتليجنس هو ان انت كل بوست بتشوفه على فيسبوك is very يعني ايه افتح بس الكومنتز بتاعكم من على الابتوب برضه عشان بشايف الكومنتز قدامي الانتليجنس هو كل بوست في كمية حاجات طبعا كتيرة جدا نزلت انستاجرام سيجمينت غلوف و اوبر اوبر كأكزامبل كبرودكت الوزر اكسبرينس اكستريملي سيمبل انت بتفتح ومع الوقت كل السنين بتدوا يخلو الوزر اكسبرينس الوزر اكسبرينس دوت لهو المستخدم مش الانترفيس فيه فرق كبير جدا بين الUI و الUX ممكن يبقى ويبسايت شكله جميل جدا وشكله ديزاين حلو جديد وكل حاجة بس الاكسبرينس تبقى سيئة وفيه ويبسايت ممكن يبقى الانترفيس بتاعه شكله قديم او مش احسن حاجة بس الاكسبرينس بتاعته تبقى عالية جدا فاوبر مثلا كأكزامبل يوزر اكسبرينس عشان حد يطلب عربية تجيله بموضوع سهل جدا الانتليجنس فيند في انه هو بيعرف بيقدر يجيب له العربية الصحف المكان بتاعه في ميديم بايبرايف امازون امازون برضه من ضمن الحاجات من اقوى البرودكت والبلاتفرونز في العالم هي امازون امازون يوزر اكسبرينس رهيب انت بتاعبس تستخدمه بسهولة جدا والاكسبرينس كمان مش بس في البرودكت انلايين الاكسبرينس في كل السيكل بتاعه البرودات من اول ما تطلب الحاجة لغاية ما توصل لك تمام دي كلها الوزر اكسبرينس مش بس الانترفيس في البراتفرونز وامازون طبعا من اعلى البراتفرونز لحطة الانتليجنس ان الريكمنديشن عنده عالية جدا واي حد بدخل بيشوف بيعد يريكمند حاجات انه يقدر يستخدمها طبعا منها هذه على مالك اجزامبل بروديكت有沒有 وها Washington وكيف كاتب زوم ؟؟ هذا الموضوع من الكرار من الخطوة انتهات زوم ويمكنها care سهلة جدا وؤ tormentة، لكن من اول من س في هاه karşı ما انتهى ما تطلب. عليه السهل للثارات وفي هي ت taste قائعة في السيكيوريتي وفي الناس كتيرا قاعدوا يقولوا السيكيوريتي فيها مشاكل فيها مشاكل بس استيل في الاخر الاسهم بتاع تزوم نزلت شوية وبعين طلعت تاني وهتفضل تكمل عشان هو استيل اسهل كبرنامج اسهل من حاجات تانية كتير جدا دي كلها بنتكلم على بشو بس لايه تيك توك ديفيني تيك توك كبرودكت الناس اللي في ناس ما بيحبوه وفي ناس اللي لسه مش متعودين عليه بس الناس اللي بيستخدموه بيبقى يعني يعني بيبقوا ادكتد ليه او بيضمنوه في واحد كاتب وظف ربنا خليك يعني وظف احنا من زمان كان عندنا حاجة كان دايما وظف زمان اول مبتدينها كان اول مرة طلعنا ويلاونشت البلاتفورم في 2011 في يناير 2011 قبل ثورة باسبوع بعدين الثورة حصلت والنت يعني الدنيا كانت صعبة ساعتها بس وظف كبلاتفورم كان الانترفيز بتاعه في الاول ما كانش احسن حاجة كشكل بس الوزر كان في الاخر كان الناس كتير بتعرف تستخدمه وتعرف تقدم في حد بيسألني يعني انتليجنس انتليجنس في البلاتفورم يعني ان وانت بتستخدم البلاتفورم تحسن البلاتفورم او البوردكت زكي تمام انتليجنس يعني زكاء تمام اللي هو ناس بيعرفوا كلمة ارتفشل انتليجنس زكاء الصناعي بس هي في الاخر ايها زكاء هتعمله باي شكل في الاخر انتليجنس يعني اوبر لما بتعمل ريكوست بتلاقي العربية اقرب عربية تيجلك بسرعة احنا عندنا مثلا كوظف او فرصنا اي حد عايزين يطلع دايما ريكمنديشنس بافضل باكتر وظائف تكون مناسبة لي اي اكتر اي شركة بتعين بنحاول نطلع الناس المناسبين لها في الاول دي كلها انتليجنس في اي هقدoccup ايات كتيرى مثيلر جوجل مابس كلها بشكله ت Erinisation في لنكتين في بيس كامب في والكومنتز اي هني اي جدرة طيب في ايجاب اي لل علي النتيجنس ايه انا اي ها نصر الفرق يا نصر فرصنا وسنقول شاية WD alguien بس نرجع تاني للجزء بتاعنا فقلنا ان اي برودكت في الاخر افضل برودكت في العالم هي برودكت اللي فيها يوزر اكسبرينس قوي جدا وانتاليجنس قوي جدا تمام انت بتدخل لما بتستخدم البرودكت دوت ما بتحسش ان فيه اي رزيستنس وانت بتستخدمه اللي هو الدنيا سالسة وبسيطة جدا بتفتح الويب سايت اوبر وتطلب العربية بتجيلك طبعا ده ايه كأيام ايه قبل الحظر طيب نيجي دلوقتي نتكلم على ده كده تعريف يعني ابسط تعريف what is a great product فيه تعريف ثاني للبرودكت اصلا في الاول قبل ما تبتدي لما حد يطلع عنده كده فكرة يقول انا هعمل افكار او هعمل ويب سايت او برودكت اول حاجة الواحد مفروض يكون بيعملها ان هو يتأكد ان دي فعلا ايديا ناس كتير جدا عايزينها خلاص فيه ناس بيطلع لهم افكار جميلة جدا بس في الاخر الماركت مش محتاجها فجزء كبير جدا قبل محدي اصلا يبتدي في حاجة ان هو ي ايديا نتكد ان الماركت موجود وفي حاجة برضو يعني مش بس الماركت موجود الماركت موجود والمعزل بتاع الماركت يكون كبير والماركت موجود دي يعني تعملوها ازاي فيه ناس يعودوا ممكن بالسنين يبيلد بلاتفورمز وبرودكت ويديفلوب والحاجات كلها وينجي ينزل الماركت يلاقي الماركت مش محتاج اللي هو اعمله ويما فيه ناس كتير جدا يقعدوا بالشهور والسنين وطلعوا ببرودكت والبرودكت في الاخر يعني فشلت لاني احنا في التجربة بتاعتنا احنا اول ما ابتد انا شخصين قبل شركة قبل وظف وفرصنا ما كانش عندي اي اي تكنيكال ان انا او ان انا ما كانش عندي اي سابقة بس المهم في الكيس دي ان الواحد يكون من اهم السكيلز دي برضو هنتكلم عليها دورنج الفيديو من اهم السكيلز لاي حد ببرودكت مانجر او حد داخل في البرودكت وبيبيلد ببرودكت اول مرة هناك سكيلز مهمة جدا لازم اي حد يكون بيعرف لازم تكون عنده اول حاجة الريسيرش خلاص حد بيفكر يطلع ببرودكت لازم يكون عامل ريسيرش قوي جدا الماركت محتاج مين محتاج اي بالزبط اليوزر اللي هيكون بيخدمهم هما يوزرز عاملين ازاي بالزبط محتاج يكون بريسيرش الكمبيتشن مش بس في الماركت بتاعه يكون الكمبيتشن في الماركت بتاعه وكمان جلوبالي البلايرز اللي شبهه عامل ازاي تقريبا دلوقتي نادرا محد عنده فكرة ممكن يطلع بفكرة يكون محدش تاني فكر فيها غيره معظم الافكار الناس بتفكر فيها بتبقى الناس عاملوها قبل كده ومعظم اكبر شركات وانجح شركات في العالم النهاردة شركات مش هم اول ناس عاملوا الافكار بتاعتهم يعني مايكروسوفت مش اول حد يعمل صوفتوير او كان فيه اي بي ام ليهم بيعملوا صوفتوير فيسبوك مش اول حد يكون بيعمل سوشال نتورك كان فيه ماي سبيس واخرين كانوا قبليهم امازون مش اول اي كوميرس ويبسايت فكل الشركات دي وجوجل كمان مكانش اول سيرش انجين يعني كان فيه قبليه ياهو وكان فيه قبليه ثانين فالفكرة كلها مش 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 معنى ان فيه ناس قريدي بيعملوا اللي انت بتعمله ان انت ما تعملوش خلاص بس اللازم عشان تقدر تنجح وتعمل برودكت او تنجح قصاد كومبتيشن لازم تكون تعمل برودكت تبشايف ان اللي موجود حاليا في حاجة ناقصة لو هما ناس في الشركات في الماركت او في السوق بتاعك تبقى حتاك تتأكد ان هما فيه حاجات ناقصة عندهم انت ممكن تحلها وفيه حاجات ممكن تتلاقي بلييرس جلوبل عاملينها على مستوى العالم بس النقص اللي هما مش بيتارجت الماركت بتاعنا ودي في منها يعني امثلة كثيرة جدا وفيه كمية بيزنس في مصر وفي العالم العربي حتى قامت على الجزئية دي يعني مثلا يعني كريم مش اول حد كان فيه اوبر قبليهم تمام بس اللي هو ما فيش مشكلة وشركة من انجح الشركات وقصص النجاح في الريجن سوق ونون وشومية كل الشركات دي ما هماش اول ناس بتاع اي كوميرس بس هما اللي ابتدوا او من اكتر اكبر الشركات اللي نجحت وكبرت كاي كوميرس في مصر وفي ماركتس ثانية بتبقى ممكن اكتر من ممكن يبقى فيه بلايرس كتيرة جدا يكونوا بيلعبوا فيها وده مثال مثلا الي كوميرس في بلايرس كتيرة جدا في موضوع مثلا السيرش انجينز جوجل مسيطرين بشكل كبير على مستوى العالم معان برضو مثلا في ماركتس ثانية مثلا زي الصين وروسيا عندهم السيرش انجينز بتاعتهم جوجل مش شغال او اكتر حاجة يعني عليهم في بس ناس بيسالوا اي اخ مثلا بالمستثمرين بيسالوا ازاي البرودكت اللي يكون مختلف ادي اهم الحاجات اللي حد يطلع بيها لو انت طالع بفكرة او رادي في بلايرس كتير جدا في الماركت محدش هيدي لك فلوس غير لما او استثمار غير لما تقنحهم ان انت البرودكت بتاعك فعلا مختلف غير كده صعب جدا ان هما يينفست معك انا مثلا في الكيس باعتنا لما احنا طلعنا بنعمل بلاتفورمز للتوظيف كان في مواقع كتير جدا في مصر وغير مصر كانت شغالة في نفس المجال وكانت مشكلة كبيرة جدا عشان نعرف ان نجيب تمويل بس احنا في الكيس باعتنا اللي عارفنا نقنع به انفستورز يعني اخذ مننا الموضوع سنين ان احنا عارفنا نوصل اللي هو ما يسمى بالتراكشن تراكشن انك انت عندك يوزرز وعندك شركات والشركات بتستخدم والاستخدام عمال بيزيد اكتر واكتر فدي كلما انت ما عندكش ديفرينشيتور او حاجة تفرقك مختلفة عن او ادج ميزة هيبقى صعب انك انت تجيب استثمارات فدي حتة مهمة جدا تكونوا بتتحاولوا دايما بتتركيزوا عليها يا اما تعمل كده يا اما تبقى انت يعني الديفرينشيتور بتاعك يكون في الاكزيكيوشن لو واحد طالع بفكرة في ناس كتير جدا عاملين زيها هو الاثبات الوحيد ان هو ممكن ينجح ان هو يقدر ينجح او ينفذ احسن من الاخرين غير كده الموضوع هيبقى صعب طبعا منضبنا برضو الحاجات اللي بتخلي مستثمرين يقدروا يعني بهمتحمسين لأي فكرة ان هي فكرة تكون قردي نجحت في ماركت او في بلاد تانية وانت اول وحد تكون بتدخل الفكرة دي في البلد او الماركت بتاعك يا ريت لو احنا ماشيين كده يعني الكلام صفار يعني مفيد بالنسبة لكم يعني قولولي او اعملوا شير طيب فقلنا الاسكيلز نرجع ثاني الاسكيلز الاسكيلز ان اي حد المهرات اي حد محتاجها علشان يعرف يبتدي شركات تكنولوجي ويبتدي فيها برودكت قوي اول حاجة الريسرش ان حد يريسرش اليوزرز المستخدمين بتاعه يريسرش الكمبتائشن فيالناسل اللي زايه في الماركت بتاعه وعالميا يريسرش يكون بيريسرش المقول حد يريسرش البيروزرز المعنان هو فعلا بيريسرش البيروزرز اي يصدقى يلي يumsين اغيان pattern اذا كان لست عنهARE في العمل فكرة сорاتانية ايضا يقول له طب انت شاهلت مين بيعملها يقول لي لا لديه من بعملها انا اول حد بعملها حادة عندما بدخل اونلاين وبسرش بسهولة جدا بلاقي عصارات الافكار عاملة نفس الموضوع. فلازم تعمله ريسيرش قوي جدا. وهنا ريسيرش في ليس بس تعرف مين. وتعرف بيعملوها ازاي. وتستخدم البلاتفورم بتبتاحهم كيوزر وتشوف فعلا. في بس شوية أسئلة بكتبها عندي. فدي حاجة. احنا مثلا في الكيس باعتنا زي ما قلت في الاول. احنا لما ابتدينا انا ما كانش عندي اكسبرينس كبرودكت او كتكنيكال. فالعمال لنا حدنا فترة طويلة جدا. جيت قلت ايه ماشي. انا عارفين ان في مشكلة في التوظيف. وفيه شركات كتير جدا. ما بتعرفشت عين بسهولة. وفيه ناش كتير جدا بيدور على شغل. فالمشكلة متأكدين ان هي موجودة. تعم? وكان فيه بلايرز اولا في الماركت. بس. وفيه مواقع كثيرة موجودة في مصر وبرا مصر. عالميا فيه اكدر من عشر تلاف موقع توظيف. ده كان ساعتها في الفين وتسعة لما احنا ابتدينا. فانا بالنسبة لي كان ساعتها اللي هو ايه? طيب بس هو كل الموقع دي موجودة. بس المشكلة موجودة. المشكلة فيه ناس لسه مش لقين شغل وفيه شركات عندها نفس المشكلة. فاللي عملت ان انا ساعتها مثلا اعدت ريسيرش اونلاين. شفت اكبر مواقع موجودة في مصر. في الوطن العربي عالميا. جبت اكتر من عشرين تلاتين موقع. وعدت يعني كل موقع بدخل فيه. بعمل اكاونت كجوب سيكرة او حد بيدرع شغل. بعمل اكاونت كشركة بحاول تعلن عن الوظائف بتاعتها. وعدت دخلت في الويب شايت دي كلها. بعمل يعني باخد سكرينشوت وكتب الكومنت بتاعتي عن اليوزير اكسپيرينس بتاعي وانا بستخدم الموقع دي كاته الحاجات الكويسة وايه الحاجات اللي مش كويسة. علشان في الاخر لما اعدت جمعت الكلام ده كله اعدت ادفاين. دي من اول اي تاني ستاب بعد ان واحد يكون بيسيرش البرودكت ويكون بيسأل الناس والمستخدمين وكذا. انه يكون بيعرف يدفاين البروبلم اللي هو بيحلها ويدفاين السوليوشن اللي هو عايز يطلع بيه. فطلعت ساعتها دوكيمنتس كتاني. يعني مئات الصفحات كلها سكرينشوت من كل الويب سايت اللي انا شفتها على مستوى العلم. وعد كده عادت اشوف هو البروبلم بتاعتنا في مصر علشان معودش اريئ انفنت من الصفر يعني مش اختراع العجلة. في ناس كتير حلوا المشكلة دي وفي بلاتفرومات كتيرة جدا برا بري سكسسفل تمام. انا لما اجي اعمل ناس الحل مش محتاج اعيد الاختراع. كل الناس اللي برا دول بياخدوا وقت كتير جدا بيكسبرمنت وحاجات بتافشل علشان يعرفوا يطلعوا بالحاجة الصحة. فانا بالنسبالي عملت عملت الريسرش بتاكله. بحيث اول فيرسن نطلع به يبقى فعلا انا بنيت الخبرة بتاعتي. اي حد فيكم محتاج يفكر يبدي شركة او برويكت او يبني برويكت. في اي مجال محتاج الاول يكون بريسرش كل الويب سايت كيف يستخدم كيورد كتيرة مختلفة يدور في ماركت مختلفة من ضمن المواقع اللي باستخدمها دائما في الريسرش دوت حاجة زي تيك كرنش او كرنش بيز او انجل لست. دي مواقع يعني ممكن لو في حد فيكم يكتبها بس في الكومنت. دي بتساعد الشركات فيها كل الشركات الجديدة بالافكار الجديدة. فانت بتدخل بتريسرش مثلا انا شغال في الريكورتمنت او انا شغال في الريكومرس في الحتة الفلانية. خلاص? انت بتدخل وبتشوف اكتر مواقع ومين الشركات الوغد تمويل في الحتة دي كلها. بتجمع الشركات دي ولول بتعمل لهم ريسرش. احنا في الكيس باعتنا زي ما قلت في الاول احنا ريسرش عندي كان قوي. بس في الاخر الموضوع اخد مننا وقت طويل جدا وكنت كنا ساعتها بنقعد ان اعمال اعمال بقى بيرفكت وعايز البرودكت اول مرة نطلع به يبقى بيرفكت ودي اكتشفت بعد كده دي مثلا دي احد الاخطاء اللي احنا عملناها زمان ان احنا اخد مننا في الوقت طويل جدا بنبالد في البلاتفورم وبنريسرش على ما طلعنا كان الفلوس الى معنا كانت تقريبا خلصت كنا اصلا كنا في زمان كنا دخلنا انكوبشن او حضانات تبع وزارة الاتصالات ايما كانت اتيدة بعد كده باقت تيك طلعت فكنا كان اولمس الفلوس داخلتنا خلصت على ما نزلنا الماركت فمن ضمن الدين احد الحاجات المهمة جدا اي حد بيطلع ببرودكت بيدي عنده فكرة عايز يطلع بها ببرودكت ان هو يطلع بالبرودكت ده بسرعة جدا في الماركت طيب يطلع بسرعة ازاي احد الحلول طبعا على حسب الكمبليكستي او التعقيد بتاع البرودكت فيه ناس لازم يبلد البرودكت بتاعهم عشان ما فيش حلول زيه وفيه ناس ممكن يلاقوا حاجات او سوفتوير موجود او ساس تولز موجودة بره يقدر يستخدمها عشان يبلد البرودكت بتاعته ويجري في الاي كومرس مثلا فيه مثلا زي شوبيفاي فيه ماجنيتو فيه اي تينك اوبن كارت برضه في الريزن فيه مثلا اي حد بيفكر يبتدي اي كومرس انا شخصيا هنصحه اقول له بدل ما تبتدي فروم سكرتش جيب اي بلاتفورم من الموجودة جاهزة ممكن تحط عليها المنتجات بتاعتك واتباحها وبعد كده لما تلاقي العجلة تدور وتتأكد ان الحاجة اللي انت بتباحها فعلا مطلوبة وشغالة وعارف تزبط الوقت بتاعتها ساعتها ممكن تبلد الحاجة بتاعتك انترنالي ان حد يكون بيبلد حاجة انترنال محتاج ان هو يعني يهير تيم كبير ومحتاجة اكسبرينس ومحتاجة فاندين كبير فقبل ما حد يقول انا عايز اعمل الفكرة فرانية ومحتاجة تمويل كبير جدا محتاج تشوف ازاي ممكن تعملها بابسط شيء ممكن فاحنا باك للقصة بتاعتنا ان احنا طلعنا بوظف الاخذ من الوقت كتير كتير جدا الفلوس المعنى كانت خلصت على منزلنا الماركت ومش كده بس لما اطلعنا الماركت انا عمل بريسيرش برودكس عالمية في امريكا وفي اوروبا بتاعت التوظيف لما اخذت حاجات منها لما انزلت بها الماركت في مصر لقيت يوزرز كتير جدا مش عارفين يستخدموها صعب عليهم يعني من ضمن الحاجات مثلا كنت اي حد بيعمل اكاونت او شركة بتعمل اكاونت عشان يعينوا عليها المحتاجين يحطوا مكانهم او الخريطة على المابس تحطي لهم جوجل مابس بس ده كان دستوب ليس موبايل بيختاروا مكانهم على المابس طبعا ساعتها ده 2009 من 10 سنين ومش على موبايل فما فيش جي بي اس اغلب الناس ما كنوش بيعرفوا يختاروا مكانهم على المابس من غير جي بي اس و لوكيشن تمام فده مسلا حاجة اخدناها من برودكت برا بس اليوزرز بتوعنا في الماركت بتاعنا ما عارفوش يستخدموها لو احنا كنا عمليينه موبايل ااب كان ممكن يشتغل هاجي بس الموبايل ااب في كذا حد سأل على حتة الموبايل ااب من شوية هارد عليهم على حتة الموبايل ااب فا احنا في الاخر نزلنا عدنا عمل الريسرش قوي جدا كنا عارفين كل البلايرز في مصر وبرا وبشكل دقيق جدا وبرضه من ضمن التولز ممكن تستخدموها في الريسرش تولز زي اليكسا وسيميلر ويب سيميلر ويب ده من المواقع اللي ممكن تشوف عليه الترافيك على اي ويبسايت تمام فلو دخلت مثلا كتبت مثلا سيميلر ويب مثلا وكتبت وظف بيقولك كم حد مثلا مليون وشوية مثلا بيزوروا المواقع كل شهر خلص لما بتنزل تحت بيقولك ادي المواقع التانية اللي شبهه فانت مجرد انك انت تجيب كمبيتور واحد طرف تجيب كمبيتور كتير زيه لو واحد مثلا شغال مثلا في الساس اكتر بلاتفور مثلا بتاع الساس او كمبيتورزم بتاع الساس اسمه جي تو فجي تو دوت برضه اي حد بيفكر مثلا يعمل صوفتوير ساس بتاع مثلا موعيد موظفين هيكتب مثلا امبلوي تايم ولا سكتجول او بيرول ويكتب جي تو هيلقي كل البلاتفورم التانية اللي شبهه فاننا جينا وانتزلنا الماركت لاننا حاجات كتير جدا من احنا نتزلنا بيها الماركت مش محتاجها وهنا نيجي الحتة مهمة جدا في اي حد بيطلع بيطلع بيبني شركة برودكت انه لازم تكونوا بتلسن كويس جدا لليوزرز مش اللي هو طلعت البرودكت وخلاص هو ده البرودكت وانا مقتنع ان انا مستخدم وانا شايفه حلو جدا فيه برودكت ممكن تكون انت مستخدم بس انت مش كل المستخدمين وفيه برودكت انت اصلا مش مستخدم طبيعي للبرودكت فانا في الوضع بتاعنا لما نزلنا لقينا الفيدباك ومن ضمن برضو الحاجات اللي نستخدمها في الفيدباك وطبعا ساعتها ما كانش فيه طولز قوي بس الوقت قوي جدا فيه طولز بلاتي موجودة بتاعت التراكينج ان انت ممكن تحط تراكينج على البرودكت بتاعك يكون بيسجل يعمل لك هيتمابس يقول لك الوزرز بيكليك على انهي حتة في الموقع بتاعك وانا الحتة اللي مش شايفينها يعني فيه ناس ممكن يطلع ويلاقوا مثلا اي كوميرس ويب سايت يطلع ويلاقي الناس محدش بيشتروا ويطلع المشكلة حاجة في الزرار او لون الزرار او اللي مكتوب على الزرار مش واضح فيه حاجات كتيرة جدا ففيه طولز برضو اللي فيكم يعرف طولز بتاعت التراكينج والحاجات دي كلها ممكن يكتبها في منها كتير جدا بس زمان ما كانش فيه غير ان واحد يروحي اليوزرز ويقعد جنبهم ويشوف بيستخدموا الموقع ازاي ويشوف بيفكروا بصوت عالي بشكل عامل ازاي ده كله ده دللوتي يعني اسمه يو اكس ريسرش يوزر اكسبرينس ريسرش فيه حد يسعد كزا مرة يقول اتعاملته مع ماركت ريسرش ايجنسي مين يعني عمرنا ما تعملنا مع ماركت ريسرش ايجنسي زمان مؤخرا بس الماركت ريسرش ايجنسي دي بتبقى عادتنا غالية جدا لو واحد معه فلوس كتيرة جدا وبيفكر يطلع برودكت ممكن يجيب ماركت ريسرش ايجنسي بس في معظم الحالات لو انت معكش فلوس انت الريسرش ابسط ريسرش تعمله انك انت تعمل جوجل فورم بيج فاضية تقول يا جماعة هنطلع بالبرودكت فلاني لو انترستد سجل بيسموها لاندينج بيج او سبلاش بيج ممكن تعمل فيسيبوك بيج تقول يا جماعة البرودكت الفلاني هينزل بالشكل فلاني وتشوف قد ايه ناس عليها انترست تعال انت بتعمله ده وانت محتاج يو اكس ريسرش ده ابسط يو اكس ريسرش بس غير كده الريسرش اغلبه لازم البرودكت مانجر او السي او الفاوندر يكون هو اللي بيعمله في الفترات الاولانية طبعا كلما الشركة بتجبر ممكن تعاين ناس ببرودكت مانجرس كتير ممكن تعاين ناس ريسرش كتير يعمله شغل دوت بس في الاول واحنا بنكلم مين للفيديو دوت عن الاساسيات والفترة الاولانية بيبدأ دور الفاوندر يعني اللي عجبه الكلام وحاس ان هو مفيد ايه يعمله شير برضه عشان ايه غيره يفسفيد طيب احنا طلعنا بالحاجات دي ولقينا ان فيه حاجات الماركت مش متقبلها ابتدينا نشيل من فيتشورز لو احنا الصح ايه بقى الصح ان احنا كنا نعمل ديزاين او حاجات بسيطة بدل ما بلد شهور نعمل بلاتفروم ونطلع اول مرة نوريلي يوزرز بعدها بسنة ده طبعا كان زمان دلوقتي المفروض لما حد يطلع ببرودكت يقدر يسكاتش على ورقة يعني حتى ورقة وقلم يسكاتش شكل السكرينز ويقعد مع صحابه يقول لهم انتو لو ده شكل الوابسايت او الموبايل اب بتاعي هتستخدمه ازاي تمام وده كده ده ابسط طريقة لليوزر تاستنج او يوزر ريسرش فانت مش محتاج تبيلد شهور عشان تكتشف في الاخر ان الناس ممكن ما يعرفوش يستخدموا البلاتفروم بتاعك او واحد يقولك اذا مش هو ده اصلا المشكلة اللي عندي تمام فطيب اننا طاولا الماركت في 2011 الثورة حصلت الفلوس بaretti خلصت لديناذ عمي، تعودنا ببرودكت يناسبت في كمية بوجبها واجبت� وفيه مختلفة مخطوطة فيه الناس مش عارفين يستغرموها قعدنا نشيل كل الفيتشرز اللي احنا كنا نحطينها الزيادة قعدنا نبسط في البرودكت وقعدنا نقعد مع اليوسرش كثير جداً نسمع الفيدباك بتاعهم عشان نإمبروف طيب نيجي من نقطة تانية قبلتنا ساعتها ان احنا كسايت بتاع مثلا توظيف المشكلة ان انت تطلعت بيه طيب انت عايز الشركات تيجي تعلن عندك بس انت اصلاً ما عندكش مستخدمين فالشركات مش هتيجي تعلن عندك عشان انت اصلاً ما عندكش مستخدمين والناس اللي بيجايين بدهار على الشغل ما عندكش وظيف عشان هم مش موجودين فما فيش وظيف فبيبقى دي اللي هي باسموها تشكن وراج والبيضة ولا الفرخة دي بتبقى one of the problems في كل الماركتس بتاعت البرودكت بتاعت الماركت بلايس فيها جماعة اسئلة كتيرة جداً جاية بس مش لاحق اشوفها فانا هخليك كده في كل شوية اطلب منكم اسئلة عشان بس تجمع عشان بس ما تضيعش مني في الكمانس دلوقتي فاحنا يعني الكيس بتاعتنا اللي هي two sided market case ان انت عندك مستخدمين في ناحيتين مثلاً فيسبوك برضو يعتبر two sided او ممكن حتى three sided انه هو فيه اليوزرز اللي بيستخدمه وفيه content providers وفيه ناس اللي معلينين فمسلاً فيسبوك عنده ثلاث نواحي بيستخدمه اوبر عنده ناحيتين الناس اللي بيركبه العربيات والناس اللي بيسوء العربيات فمثلاً من ضمن الحاجات المهمة جداً في اي حد بيفكر يبدأ برودكت يقوله هو هو نوع البرودكت او بلاتفرم بتاعته دي النوع ده ايه؟ خلاص ان انواع كتيرة جداً احنا مثلاً نوع بتاعنا marketplace اللي هو two sided marketplace دي jobs زي حالاتنا marketplace مثلاً عقارات زي مثلاً عقار ماب marketplace مثلاً عربيات زي contact cars وهتلاقي وغيرهم فده كلها تعتبر ماركت بليسز وفي ماركت بليسز برضه في نوع منها مثلاً classifies برضه زي OLX والحاجات اللي هي اعلانات مبوابة دي كلها ماركت بليسز فانا لما دلوقتي لما انا اجي انصح اي حد هيبني برودكت لازم يبعرف النوع بتاع البرودكت بتاعه والبزنس موضل بتاعه انه نوع ماركت بليس ولا ساس اللي هو software as a service ولا e-commerce بيبيع حاجات اونلاين ولا fintech اللي هو حاجات دفع مدفوعات ولا edtech اللي هو education tech او حاجات تعليمية ولا health tech اللي هو حاجات الصحية كل دي انواع وكل business model من دول لبست practices بتاعته فلو واحد بيفكر يبتدي في اي اتجاه من دول محتاج يكون بيريسرش مش بس الكمبيتورز بتاعه وجلوبل ولوكل مش بس محتاج يريسرش اليوزرز اللي بيستخدموا البلاتفورم محتاج كمان يريسرش الموضل ده والبست practices بتاعته كل واحد من الحاجات دي بيبقى ليها best practices مهمة جداً وفيه كمان الانكيبيتورز او المسترعات للاعمال والاكسلريتورز بيبقوا فيهم عندهم كمان تخصصات فيه ناس بيبقوا يعني متخصصين في المجالات المختلفة وفيه ناس بيبقوا عندهم الدنيا جاناريك ممكن اي احد مثلا ثلاث سيكس لابز في مصر وتيك وفلك وفايف هندر سارت او في الريجن دول كلهم جانرال اكسلريتورز بيدخلوا في كل المجالات بس فيه لو واحد دخل على جوجل كتب انا مثلا بعمل اساس فلا ممكن اسأل على اكسلريتورز او بروغرامز بره وفيه طبعا غير كده طبعا فيه كونتنت رهيب على الانترنت في كل حتة ازاي في كل مجال من المجالات دي فدي حتة الفلسكيلز انت محتاجها كونتنت ريسيرش وليدنج وكونت تسمع اليوسيرز بتوعك فيه من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا محتاجة كل ناس يكونوا ففاهمينها حسنا كل شعور ريسي تشاهد نحن حان وضع حسنا حسنا واقع حسنا الحسنا نرجع الثاني فقلنا النوع البرودكت بتاعك مهم جدا تبقى تبقى فاهمه كويس جدا وتعمله research فيه حاجة مهمة جدا محتاجين تبقوا عارفينها الفرق ما بين البرودكت مانجمنت والبروجيكت مانجمنت فيه ناس كتير بيبقوا مختلط عليهم الموضوع ما بين البرودكت والبروجيكت مانجمنت البروجيكت مانجمنت هو ازاي الواحد ياخد البروجيكت بتاعه ويمشي بيه لغاية التنفيذ ويطلعه بسرعة دقيقة واحدة بس الاداني يخلص عشان دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ايها دقيقة واحدة بسيطة لا يا معه الله طيب في ناس كانوا بيسألوا اللي هو البيضة ولا الفرخة اللي انا كلمت فيها الفكرة انه هو ملهاش اجابة يعني سهلة وبسيطة الفكرة انه هو يعني طبعا بيكان نريسورش على الموضوع فيه ناس كتير جدا بيحلوا الحتة ممكن تلاقي كمان ازاي حد حل البيضة ولا الفرخة في الماركت بليس في التخصص بتاعك او النيس بتاعك لو انت وظائف ولا عربيات ولا اي ان كان السيربس اللي انت بتعملها بس في الكيس بتاعتنا اللي انا عملناه انها طبعا ما كانش معنا فاندينج او تمويل ساعتها اخد مننا الوقت يعني شهور كتيرة جدا عملية بنزوق زقة صغيرة هنا وزقة صغيرة هنا والغاية ما الدنيا تزبط وفيه بقى هنا تتيجي حتة كونسبت مهم جدا وهو البرودكت ماركتنج او البرودكت ماركتنج البرودكت ماركتنج هو ان حد يكون بيساوي المنتج بشكل معين في الحاجات الانترنت لها يعني حاجات كتير جدا بتتعمل وفيه تولس كتير جدا بتتخدم بس في التكب الزيت فيه حاجة كبان اسمها برودكت جروث او يعني فيه احد الحاجات المعروفة حت كلمة الجروث هاكينج انك انت ازاي تعرف بإنوفيتف ايدياز او افكار مبتقرة ان احنا تحاول تزوق البرودكت شوية ان هو يكبر بشكل اسرع في الكيس بتاعتنا احنا كنا مثلا كانت ساعتها لسه مكانش فيه فيسبوك بيجز مثلا كتير او وظائف اونلاين على فيسبوك والسورشال ميديا كنا بناخد اكبر مثلا براندز بتيجي عندنا بنعمل بنحط لهم بوست وبنبوش البوست دي بشكل جميل جدا بتجيب ترافيك عالي جدا لغاية معرفة ننبلد الديتابيز بعين نجيب شركات يعني اخدت مننا فترة طويلة جدا وكانت ليم ساعتها صغير وكننا احنا بنعمل كل الشغل والكاستمر سيرفز والحاجات دي كلها بس في الاخر امتى الدنيا عندنا فرقت في الكيس بتاعتنا كماركت بليس لما احنا وصلنا حاجة اللي هي كريتكالماس اللي هو لما توصله خلاص انت كده عندك ناحيتين بيلاقوا البروبيلتي ان هما يلاقوا الشركات يلاقوا الناس اللي هما محتاجينهم بقت عالية جدا الكريتكالماس عندنا مثلا كانت خمسين الف يوزر لما وصلنا الخمسين الف يوزر بقى اي حد شركة داخلة غالبا هيلاقوا الحد اللي هما محتاجينه طيب كان ساعتها ستيل كان فيه مواقع تانية بلاتفروم بتاع جوبز احنا لدينا خمسين الف عندهم مليون وعشرة مليون وملايين الفكرة بقى هنا تيجي حتة مش بقى اليوزر اكبرينس او ميكس بردو من اليوزر اكبرينس والانتلجنس ان انا ازاي اخلي الشركة مع ان احنا عندنا ديتا بيز اصغر بكتير جدا ازاي يخلي الشركات يعرفوا في ديتا بيز خمسين الف واحد يلاقوا ريزلتس او يطلع لهم ريزلتس حتى افضل من اللي بتطلع لهم في الناس اللي عندهم الويب سايتس اللي عندهم مليون او ملايين الفكرة جزء دوت مثلا الانتلجنس اللي احنا عملناها علشان الشركات لما يجي ناس يقدموا عندها مثلا الشركات بيبقى عندهم اي شركة بتحط جوب عندنا وانافرج بيبقى مية او اكتر من ميت او متقدم للجوب الوحدة فبيبقى الموضوع صعب جدا وفيري نويزي ونس ممكن يبقى يبقى ناس مقادمين اللي احنا عملناها مثلا الانتلجنس ان انا بحاول دايما انبروف الالجراثم بتاعتنا بحيث ان الشركة لما يبصوا على المتقدمين للوظيفة يلاو اعلى اكتر الناس هم اللي موجودين فوق فديه مثلا جزء من الانتلجنس وديه كتمن ضمن الحاجات اللي كانت فرق معنا يعملينها كديفرينشيتور كمبيرد للكمبيتشن بس الفرق معنا فعلا كاينفستمتس ما كانش بس ان انا بقول لهم انا ممكن اقول لهم احنا عندنا افضل الاجوريثمز واي اي في العالم بس ده في الاخر محدش قوي بيأكل منه وكل الشركات ممكن يقولوا عندنا اي 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 اللي بيفرق في الاخر انك انت فعلا اليوزرز المستخدمين بتوعك فعلا يبقوا مقتنعين ان البلاتفورم قوي جدا وبيستخدموه وبيدفعو وبالتالي العجلة بتدور ومش بس بيدفعو وبيدفعو وبيقولوا ريفيرل بيقولوا بيجيبوه اصدقائهم كمان يجوا يستخدموه ده بالنسبة لي اكبر يعني في الاخر اللي مش عارف يقنع الانفستور المستثميين بان هو ديفرينشيتد وعنده فرق في التنفيذ والكواليتي محتاجه يعمل دوتن هو يشتغل على اليوزرز بتوعه المستخدمين او الكوستومرز يحاول يخليهم يعني يدفعو اول باول وهم دول اللي في الاخر هيجابوه الجروث والتركشن عشان يعني ينجح ويبقى في برضه حد نسي انا كنت بتاتل طوبيك بتاع البروجيكت مناجر ارجع له تاني نسيته البروجيكت مناجر دوت اللي هو بيبقى يعني اولا البروجيكت مناجر في الشركات البروجيكت وايز هو اللي بيقول what needs to be done بيدفعين ايه اللي احنا هنبلد اصلا كفيتشورز كبرودكت بيدفعين البروجيكت خلاص حتة البروجيكت مناجر هي زي ان انا اخد البروجيكت دوت اتأكد ان هو ان انا بطلع البروجيكت دوت كفاليو خلاص من اشهر الحاجات المعروفة في البروجيكت مناجر الكنسيب بتاع الاجايل الاجايل ديفالوبمنت الاجايل ديفالوبمنت دوت يعني لو يعني فيكم يعرف الاجايل الاجايل يعني الكنسيبت بقاله يعني سنين طويلة الفكرة كلها ان هو ازاي اطلع صوفتوير بسرعة وازاي ما عطش اشتغل في صوفتوير فترة طويلة ويطلع الصوفتوير ده مش اللي المستخدم واليوزر عايزه فارجع اعيد الشغل فالاجايل ان انا اكون بطلع الصوفتوير بقسمه اجزاء صغيرة واطلعه بشكل سريع والفيدباك اللي بيجي لي مني المستخدم اول بول وانزل بين الماركت اول بول ده بيخليني اعدل في البروجيكت والاجايل برضو الناس اللي ما بتعرفت شغل اجايل بيبعندهم مشكلة انا لما كنا شغالين كنت اقول مثلا التكنيكال تيم اللي شغالين معنا واغلابهم حتى لسه مقودين معنا فيه ناس من بقالهم تسعة وعشر سنين شغالين معنا هم 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 اللي ما كنا بنيجي بنبتدي في الحتة انا ممكن اكتب ادفاين سبكس اقول لجماعة بصوا احنا الصفحة ده او البروجيكت ده او اليوزر هيبيلد البروفايل بشكل فلاني وهيقدم على الجواب بشكل فلاني وشركات هشوفه بشكل فلاني اجي بعد فترة لما ناخد فيد ننزل الماركت وناخد فيدباك ونلاقي اللي احنا عملنا ده طلع فيه مشاكل لو واحد لو ناس تيم مششغال بطريقة اجيل لما اجي هقول لهم جماعة بصوا هنمسح كل اللي احنا عملنا ده وهنعيده من اول جديد او هنغير فيه الحاجة الفلانية الاجيل تيم بيبقى او التيم اللي مش اجيل بيبقى عنده رزيستنس to change الاجيل في الاخر اذا مايندست ان انا امبراس او امبا متقبل وابقى عارف ان انا هغير وهفضل اغير طبعا الحل الافضل عن ان انا ننزل الماركت واليوزر يجوفوا ويدونا فيدباك عشان نغير حل الافضل من دوت ان انا كنت اروح اوريهم بروتو تايب او حاجة على بنسل وبيبر مرسومة بالقلم ووراء والقلم ووراء والقلم وارهلهم الاول دي كتبقى اصرح حاجة ممكن اعملها في يوم يومين احسن ما خلي ناس يدفلوب اسبوع اسبوعين وشهر شهرين عشان في الاخر اكتشف اللي انا بعمله دوت اليوزر مش محتاجينه اهم حاجة في البروشيكت ماناجمت اي بروتكت ماناجمت محتاجه هي حتة الاجايل الاجايل بالعربي يعني مرن بس هي مش مرونة كما قلت هو انك انت بتتقبل change وادابت ويسموها اتريشنس انك انك بدل ان تقعد ست وشهور عشان تطلع منتج او بروتكت او ريليس انت بتقعد اسبوع او اسبوعين بتطلع حاجة وتشوف الفيدباك عليها وبعد اتريت اتريشن زي بتقعد تكرر تتعمل تكرارات فيه طبعا سكولز كتيره للاجايل فيه حاجات زي السكرام والكانبان والحاجات دي كلها دي طبعا تفاصيل كتيره وليها الناس بتوحها بس مفيش بروتكت ماناجر شفته يقدر ينجح وهو مش فهم كونسيبت الاجايل بس في نفس الوقت مش لازم بروتكت ماناجر يبقى هو البروشيكت ماناجر ممكن بروتكت ماناجر الشخص بيحدد هو ايه اللي مفروض هندفين وهنبيلد وده اللي بيعمل ريسيرش والحاجات لكل الحاجات انا قلتها ومع واحد تاني البروشيكت ماناجر ده اللي بيساعده ينجز الحاجات وتطلعه وعادة بيبقى معهم ناس بقى اللي هما بينفزوا الحاجات اللي هما التكنيكال تيم والديفلوبر دول فيهم يعني تايتلز ورولز مختلفة فرونت اند وباك اند وموبايل وكواليتي انسوان ده تيم اللي بينفزه بس البروشيكت ماناجر ده رول اوف اللي هو بيتأكد ان الدنيا فعلا بتطلع وعمل بلان وبيقعد يعمل اتريشنز ويتأكد الناس بيعملوا ديلي ستاندبس ان هما بياخدوا فيدباك ديلي حتى التيم بيبقى بيكلم مع بعضه البروشيكت ماناجر ده ممكن يبقى شخص تاني وممكن يبقى لو تيم صغير ممكن يبقى البروشيكت ماناجر لو عنده السكيلز ده ان هو يعني يدير المشروع كمان يدير المشروع ممكن يعملها ولو هو بقى فاوندر عادة بيبقى السي او الفاوندر اللي بادي الشركة بيبقى عادة هو البروشيكت ماناجر وهو البروشيكت ماناجر وده ممكن يبقى اي شخص فيهم ففي فرق كبير ما بين البروشيكت ماناجر عادة بتلاقيهم اكتر موجودين طبعا في البروشيكت ماناجر بس بتلاقيهم اكتر في شركات السيرفس اللي هي شركة مش بتعمل برودكت بتعمل سيرفسيكت وبيجيالها قليل محتاجة الكليلينز بيجوا وهم بيطلعوا الحاجات طي فيه الناس بيسأل برضه على البروشيكت ماناجر والبروشيكت ماناجر دي برضو يعني التفصيلة كبيرة يعني فيه فاوندر كتير على الحتة دي بس انا عايز اكتر بقيت البروشيكت ماناجر في المطلق بس يعني Product Manager ده اكتر تايتل مستخدمة للناس اللي شغالين على انترنت برودكس فيه ساعات ناس بيسموهم Product Owners فيه ناس بيسموهم Program Manager ساعات في مايكروسوفت فيه ليها مساميات كتيرة طيب احنا يعني طلعنا بالبتاتفروم بتاعنا ويبيلت الماركت بلايس يمين وشمال واخدنا فيدباك وبطلنا ننبروف اللي بيجي بعد كده حتى مهم جدا قلنا البرودكت جروث والبرودكت ماركتينج البرودكت جروث سواني البرودكت جروث هو اللي بيتأكدوا انه هم يعني اه في حد بيسأل زي اعترف انك انت وصلت الكريتكال ماس الكريتكال ماس دوت في حالة الماركت بليس وتعاد بيسموه الليكوديدي اللي هو حد لما حد اتعرف انك في كريتكال ماس لما تلاقي يوزرز من الطرف من الاطراف بيطلب السيرفز وبيلاقي على طول اللي هو محتاجه اللي هو ديماند او سبلاي يعني كل الوبر لايك سيرفزز مثلا تاسكتي وميرميد والحاجات اللي هي السيرفزز المنزلية بيجيبوا ناس انت في الاخر انت تعرف امتا لما تلاقي انت الماتش ميكينج اللي بيحصل في الماركت بليس اللي طالب الخدمة ومقدم الخدمة بيلاقوا بعض بفريكونسي او رتم اعلى يبقى انت كده وصلت يبقى عندك كريتكال ماس انا ممكن اعرف ان انا في مشكلة في الماركت بتاع التوظيف تمام؟ بس ان طول ما انا بنزل نزلت ببرودك والبرودك دوت اليوزرز مش عارفين يستخدموه يبقى كده مفيش برودكت ماركت فت البرودكت ماركت فت تعرفه امتا؟ لما تلاقي اليوزرز بتاعك والتراكشن طالع على طول فوق اليمين كده اليوزرز عمين بيستخدموه واليوزرز بيريفير اصدقاء ليهم انسوا انت كده تعرف ان انت وصلت البرودكت ماركت فت نرجع تاني للبرودكت جروث انا ماشي بسرعة بس انا بحاول ألم اكبر قدر من الكونسبت في البرودكت مانجمنت على قد ما اقدر بس طبعا المجال ده كبير جدا و انا بقى لي فيه عشر سنين من اول ما كنت بشتغل دايريكت في البرودكت مانجمنت لغاية ما اخرا و انا حتى سي او في البرودكت مانجمنت عشر سنين فهو المجال كبير ومهم جدا ومش في يوم وليلة بس انا بحاول على قد ما اقدر اكبر اكبر قدر من الكونسبت عشان بعد كل ما يجي حد فيكم يفكر يبتدي الشركة بتاعته او يبتدي يدخل في مجال البرودكت مانجمنت يبقى عارف كل الترمنولوج دي بشكل ما وهو داخل نرجع تاني للبرودكت جروث بروودكت جروث ان انا طلعت وفيه بروودكت ماركت فت معناها ان المستخدمين خلاص عارفين يستخدموا والشركات والشركات الاثنين بيرجعوا وفيه ناس فعلا بتشتغلوا والحاجات دي كلها كده انا عارفت ان فيه بروودكت ماركت فت حصل لو ما فيش بعض اعيد واعمل مور اتريشن وصلت للحتة دي من ضمن الحاجات اللي بتفرق مع معظم الانترنت كومبانيز بشكل رهيب هو حتة اللي اي سي او الاسي او ناك انت تزبط الويب سايت بتاعك ان انت تكون بترنك فوق ان انت كل ما حد بيدور على الخدمة بتاعتك يلاقي الريزالت بتاعتك تطلع فوق ده الاسي او وده يعني كريتكال بشكل كبير جدا ومن اكتر الحمدلله اللي عملناها زمان فرقت معنا جدا في وظف واللي فيكم مسلا بيدخل على جوجل النهاردة لو بيسيرش على مسلا جوبز في مصر هيلقي مسلا وظف طلع له في الارجانيك كلها وطلع له في الادز وطلع له في كل حتة عشان احنا مزبطين الاسي او من زمان ميزة الاسي او خصوصا لأي حد لسه بيبتدي حاجة جديدة ان هو بيوفر ان هو مش محتاج يدفع اعلانات علشان يجيب ترافيك او مستخدمين الاسي او ده بتعمل ازاي طبعا لي ساكك كتير جدا you have to read about it بس مين لي الموضوع كله about the content المحتوى اللي انت بتكتبه واللينكس بتاعت الويب سايت بتاعك ازاي بتلينك لبعض بحيث ان ان جوجل تعرف تلاقي الويب سايت بتاعك الاي سي او ده هو طوبيك كبير جدا ده من ضمن الطوبيكس ودين البرودكت جروث من ضمن برضو الكنسبت يعني شوية ادفانس بس مهمة جدا برضو في البرودكت جروث هو الار موديل الار موديل دوت اي 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 ار 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 ده موديل عمله ديث مكلور وهو الفاوندر بتاع 500 ساوتو بس واحد من الانفستورز معنا ده ان يقولك ده موديل بيقولك ان اليوزر انت فيه فانل الفانل اللي انت بتشوف فيها اليوزر من اول ما يبقى تعمله اكويزيشن يبقى يوزر عندك تعمله اكتيفيشن وبعد تعمله ريتانشن ان هو يفضل موجود عندك وبعد كده يبقى يعمل الريفيرا اللي يجيب ناس صحابه وبعد كده الرافينيو ان هو يكون بيدفع على البيتاتفورم بتاعك الموديل دوت من اهم الموديلز ايضا موجود في ممكن برضو حد يكتبه للعرفين والر موديل ده من ضمن الموديلز بتاع الجروث مهمة جدا خلاص طيب فيه برضو من حاجات ايه لما انت الانت عندك برودكت ماركت فت وعندك كريتكال ماس لو انت ماركت بيس او لو انت مسلا ساس او فنتك او هالف تلك الموضوع مختلف لان محتاج تكون بتقرأ عن البيزنس موديل بتاعك والبس براكتيس بتاعك طيب عملت كل اكليم دوت وانزيلت الماركت هرجع في الاخر جماعة هرجع للحتة بتاعت الديفلوبمنت في الاول وديه بيتيم ازاي عشان دي موضوع كبير بس اول انا انت انزلت بالماركت وشوفت الحاجات دي كلها فيه حتة بقى مهمة جدا دي طبعا خاصة بالشركات اللي في الانترنت بتاع الانترنت والتك اللي هي الديتا والاناليتيكس انت دلوقتي كحد عالت ويب سايت وطلعت بيه فيه كمية ديتا واناليتيكس ممكن تكون بتتركت عن اليوزر كلما بتجيب ديتا اكتر مش لازم تقعد جنب اليوزر عشان تشوف هو بيستخدم الويب سايت ازاي بقى فيه كمية تولز النهاردة كبير رهيبة في حتة البرودكت اناليتيكس اشهر واحد فيهم طبعا او ابسط واحد فيهم هو جوجل اناليتيكس ان انت ده بي دفولت بيوري لك كم واحد على الويب سايت وبيستخدمه فين بيروح انهي 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 صفحات على البرودكت بتاعك بيجوا من انهي بيجوا من انهي ويب سايت تانية والحاجات دي ده جوجل اناليتيكس بس غير جوجل اناليتيكس بقى فيه كمية تولز تانية زي مثلا ميكس بانيل وفيه سيجمنت مثلا ده سيجمنت ده تلاتفورم بتتكونكت بيها البرودكت مرة مرة واحدة وبعد كده بتعرف بـ click of a button يعني اسمه سيجمنت دوت اي او ده لو عملت له انتجريشن في التاتفورم بتاعك بتباصي الـ events بتاعت كل المستخدم يعني كل المستخدم بيدوس click في حتة بيروح صفحة بيعمل حاجة بدي اسمها event بتتراك الـ events بتاعتك مثلا على حاجة زي سيجمنت ولما بتعمل كده بيبقى عندك كل الـ web sites التانية كل السيروسز زي ميكس بانيل وخلافه وبتعرف تدخل وتشوف كل الحاجات دي كم يوزر بقى بيجي من هنا كم يوزر بيحط الحاجات دي في الكارت وبيروح يحسب عليها كم يوزر بيقع من الكارت كم يوزر بكل التشانل بيجيلك من على فيسبوك من على جوجل من الحاجات دي كلها كل اليوزر دول بيبقى بيبقى عندك يعني شايف كل التفاصيل بتاعتهم فيه حد كان بيسأل احنا انت عملنا data analytics في وظف احنا from day one او اي حد يطلع بproduct لازم from day one يبقى طالع بجوجل analytics دي او او حاجة يكون بيعملها بعد كده عملنا ان احنا يعني من اقول 2014 تريبا لما رحنا 500 startups program في سيليكون فالي ابتدنا كمان نعمل حتة نستخدم more analytics زي mix panel ومن قبلها برضو كنا بنعمل حاجات اللي هي التراكينج والهيت نابس بعدها برضو بسنتين تلياتة بس طبعا انتو المفروض دلوقتي تكونوا بتستخدموها اول باول زمن ما كانتش لسه مشهورة جامع جدا واعلى بقى حاجة في الاناليتكس والبزنس انتو كمان تكونوا مهمة بكتبها فلما انتم بقى بتستغرموا التولز دي كلها في بقى الديتا الانترنال الديتا الانترنال دي اللي هو كل الحاجات اللي بتسجل على الديتا بيز بتاعتكم لو انتم بنين البلاتفروم بتاعتكم يعني انترنالي ان انتم بتبايد بقى داشبوردز هناك تولز مختلفة بتاعت داشبوردز دي هنا بيجي حدة الديتا ساينس والديتا اناليس بس دي عادة بيجي في مرحلة كبيرة لو الشركة كبرت او في بعض البيزنس موضلز المعينة مثل الفنتاج اللي هي كلها ارقام وهي مهم جدا يكون الموضوع دو تمعمل من الاول اللي يبقى معك ناس بتوع ديتا وارقام ديتا واناليس دول بيعملوا ايه بياخدوا الديتا بتاعتك بيطلعوا منها داشبوردز وتبقى شايف كل الاستخدام بتاعك وكل الـ user segmentation والحاجات دي كلها وفيه تولز كتير جدا بتعمل الجزئية دي الحاجات الـ very very advanced زي تابلو ومايكروسوفت بي ايه دول اكتر تولز معروفة للناس بتوع الديتا وفيه طبعا كودينج لانجوجز زي بايثون وار واسكيو ايل دي الحاجات اللي الناس بيتعاملوا بيها مع الديتا ديركلي بس بايثون وار دول بتوع الاناليس دول فاري طبعا تيكنيكل للتيم التكنيكل بس مع الوقت لكل ما شركة بتكبر بتحتاج مور ان مور داشبوردز ومع الوقت بيبع عندك ناس متخصصين بيطلعوا لك الداشبوردز بتاعتك انا كده اتكلمنا عن الاناليتيكس والبرودكت جروث اوام يشوف بس الوبوينتز التاني لانيكوفر طيب فيه بقى حتة مهمة جدا، انا فوتتها، نرجع لها تاني حتة اللي هو بقى إزاي هدفلوب إزاي هدفلوب استطلع باباد البرودكت بيطال اعمل برويكت معين قلنا هناخد شوية ورق ونروح نتست مع شوية يوزرز وبعد كده عشان دي اعرف اليوزرز فعلا عايزين اللي انا هبلد ولا لا وفي بعد كده القرار اللي هو بلد ولا باي ولا بارتنر تمام بلدي دي بنا هبلد هجيب تيم عندي انترنل قعد اشتغل وديفلوب انترنل دي اروح لها لو انا معي فاندنج او معي بارتنر تكنيكل او انا نفسي تكنيكل هعرف اديفلوب الحاجات دي باي دي لما انا عارف ان التول دوت موجود منه ممكن استخدامه والنهارده اكتر من زمان انا مفيه كمية حاجات ممكن اكون باستخدامها فيه انك انت تاخد software SaaS as a whole بيساعدك تبتدي وفيه انك تاخد components او services معينة يعني مثلا من ضمن services المهمة جدا اللي انا مثلا بنستخدامها الناس مثلا اللي بيعملون search engines فيه حاجة اسمها الجوليا الجوليا ده مثلا ده software as a service ده service انت عايز تبني search engine اللي هو اليوزرز بيدوروا في الليستنجز او المنتجات بتاعتك بدلا ما تبني search engine بتاعك تروح على الجوليا بيساعدوك تبني search engine بتاعك اللي هو بتدور فيه وفيه filters على الشمال بتفلتر بيها النتائج بتاعتك فلاك كده مثلا service في وقت من الوقت استخدمناها قللت الكود بتاعنا اللي احنا بنكتبه بشكل رهيب فيه سيرفيس من اهم السيرفيس اذا ممكن تكونوا بتستخدموها حاجات مثلا زي sendgrid اللي هي بتبعد بها ايميل زي ما انكالناس بيبعثوا ايميل بيكود الايميل ويبقى كله sendgrid وخلافه في ال sms بيبقى فيه كمية service providers sms في اشهر ناس عرفهم يعني في مصر فيه sequence وفيه يونيفونيك في السعودية وفيه victory link فيه شركات بتاعت sms فانت اعمال بتشوف ال integration زي ما تشوف integration حد بيحللك مشكلة ال sms فيه حد بيحللك مشكلة الايميل فيه السيرفيس بتاعتك على aws والحاجات دي او كل السيرفيس الكلاود فيه احنا التول اللي بنستخدمها النهاردة في وظف وفراصنا تقريبا يعني قلمس ما يقارب من 40-50 تول مختلفة بنستخدمها توماناج ال product حاجات بتجيب لنا analytics حاجات بتعمل اجزاء مختلفة من ال product بحيث ان احنا بنقلل الحاجات اللي احنا بنبلد from scratch وكلما ال product يكبر ساعتها ممكن نعمل حاجات اكتر from scratch او نعملها internal جوه الشركة ايه تاني اه فيه بقى جزء مهم جدا يعني كنا مفروض بصراحة اقوله في الاول حتة ال product from من ناحية business من ناحية business strategy و planning خلاص طيب فقلنا فيه جزئية ان واحد لما يبتدي في product معين او عايز نعمل product معين هيريسرش كل انواع product المختلفة اللي هما ال sales وال market lace وال e-commerce وال ad tech وال fin tech وال health tech كل انواع المختلفة هيشوفها وفقاني نوع فيهم ويذاكر الحتة وفيه بقى business models محتاج يذاكرها وهنا price subscription اشتراك شهري ولا freemium يبقوا شغالين لغاية ما يدخلوا في product and so on دي كلها business models وفيه بقى من ضمن التولز المهمة جدا او tactics بتاعت ال planning ان واحد يشوف اي حد عنده فكرة او موقع او company وشغال فيها دايما هيجيله كمية افكار رهيبة من عنده هو شخصان ومن اصدقائه ومن ال users بيقولوله ما تعمل الحتة الفلانة او اعمل الحتة فلانية هنا بيجي جزء product road mapping product road map دي خارطة الطريق بتاعتك كproduct manager او c.o انك انت بتشوف كل الحاجات اللي انت بتفكر تعملها وبتعمل فيه models مختلف انك انت تعمل priorities وتوازن تشوف كل حاجة من الحاجات دي انهي اهم اعلى حاجة priority اهمية لازم تكون بتعملها هي اكتر حاجة بتعمل value بتعمل value او ال users بيستخدموها frequency عالية جدا او دي بتدخلك فلوس بشكل كبير جدا يبدي كده ال impact بتاعها كبير جدا وبتشوف ال cost وان عشان اديفلوب دي هتاخد مني يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا اسبوعين انسوا اعلى حاجة priority هي اعلى حاجة لها value واقل حاجة لها cost فحطة prioritization والroad maps دي من حاجات في صاميم الشغل بتاع اي product manager محتاج يكون بيعمله مهم جدا حطة focus انك انت تكون مركز كويس جدا في الجزئية بتاعتك انت في مليون الف product و competitor في كل حطة انت مش عايز تدخل تكون بتعمل كل حاجة انت محتاج تكون بتدخل في نيش معينة اللي هو جزء من الماركت الصغير من بتركز فيه احنا بالنسبة لنا لما اطلعنا our niche كان ال jobs الوظائف اللي في مصر لل white collar اللي هم خارجين الجامعات التعليم العالي وظف لغاية النهاردة ال platform مثلا بال English تمام ناس تعليم عالي مع الوقت يعني دخلنا في ال segment بتاعت فراسنا اللي هي تعليم متوسط وتعليم فني ليهم احتاجات مختلفة فاحنا دخلنا في نيش و we focused في الماركت بتاعنا في نيش معينة تمام وبعدين في ناس كانوا بيقول لنا ما تروح مثلا ماركت ماركتس كديدة وفي الخليج انسوءا واحنا برضو ركزنا and we focused في نيش كانوا بيقول لنا ما تعملوا mobile app احنا نهاردة نهاردة ما عندناش mobile app وفي ناس كتير جدا يعني ايه كانوا بيبعتلي بيسألوني انتو ليه ما عندكمش mobile app السؤال ده مثلا بتسيقلوا كل سنة مئات المرات انتو ليه ما عندكمش mobile app الموبيل ايب انه لو احد يجي يعمل application او product جديد وبيفكر يعمله mobile app او web في فترة او لغاية النهاردة في ناس كتير جدا اول ما بيفكر يقولوا احنا هنعمل mobile application في معظم الحالات بيبدأ قرار خاطئ وفي اغلب الحاجات بيبقى انك انت تعمله web application بيبقى فضل ليه الكلام ده؟ لكذا كذا حاجة اولا الاكوزيشن بتاع اليوزرز على الويب ارخص يعني انا دلوقتي لو واحد بيدور على jobs في جوجل لو انا مضبط الايسي او بتاعي اليوزرز هيقولي على وظف بسهولة او فرصنا من غير مدفع فروس لو على الموبايل application ما فيش اوي ايسي او معظم الاكوزيشن على الموبايل applications عادة بيبقى اغلى بكتير جدا حاجة تانية ان انا دلوقتي لو انت عامل ويب فيه تكنولوجي جديدة بتخلي الويب أبيكيشن بتاعك بيبقى على البراوزر بي اكت كانه زي موبايل application وبنستطيع ان يوجد اوزرززز زيها بساعات افضل منها هناك حاجات اسمها مثلا progressive web app ويث وانت بس هكذا لو انا عملت دلوقتي موبايل اثناني انا عندي غير الابطل على الويب عندي أثنان على موبايل كل ميزوجه فى موجود على الويب وموجود على موبايل طبعا فيه تكنولوجيز ممكن تطلع ويب وموبايل وموبايل قوضت فى آيو ايو اس لو هل حد اعيس يعمل ناتف هيعمل اندروي وهيعمل اي ايو اس يعمل حاجه كروس بلاتفورم لكن يجب ان تجه الموجودين من الموجود بها اي موبايل افليكيشن غالباً محتاج بك اند وديتابيز كده انت هتعملها في الويب انا مثلاً في الكيس بتاعتنا عمرنا لغاية دلوقتي ما عملنا موبايل افليكيشن علشان احنا يعني اليوزر اللي عندنا بيدخل محتاج يملة البروفايل بتاعه دي حاجة احنا عملناها على الويب وموبايل فرندي مفيش ميزة اضافية انا اعمل الريجسترشن على الموبايل هي نفس الفورم على الويب هاي بشكلها نفس الفورم على الموبايل طيب ايه اللي كان ممكن يبقى ميزة بالنسبة لي في الموبايل افليكيشن لو انا ضفت محتاج حاجات هاردوير بتاع موبايل محتاج استخدام كاميره الموبايل محتاج جي بي اس ثان محتاج موبايل محتاج نوتيفيكيشن ممكن اكون كمان محتاج الموبايل بس غير كده انا ممكن كمان فيه فيه تولز ممكن تخليين اعمل نوتيفيكيشن من البراوزر او من كروم على الموبايل وانا عندي حتى ويب خلاص وفيه يعني ديء حاجة وفيه كمان انك لازم تدرس استخدام اليوزر بتاعك يعني انا مثلا كيوزر على وظفة او فراسنا بيدور على شغل عادة بيجي فترة بيدور على الجواب اللي هو محتاجها وبعد كده لو لقى الوظيفة بتاعته خلاص هو مش محتاج يجي على الموقع بتاعنا فترة طويلة تمام فانا لو هو نازل الابليكيشن هو انه نازلها مرة وهيستخدمها وبعد كده مش هيستخدمها لو انا عندي الابليكيشن او الاستخدام بتاعكم انتو حد هيكون مثلا بيشتري حاجة كل يوم كل يوم كل يوم وممكن كمان محتاجة مثلا ادرس وليوكيشن بتاع اليوزر فانا هذه مثلا محتاجة تبقى موبايل بس في كيس مثلا زي عندنا مثلا الناس بيدوروا على شغل مش كل يوم بتدوروا على شغل بس انا عايز لما يدوروا على شغل يلاقوني موجود على جوجل فانتو انت موبايل امبليكيشن الغالبا الاس او بتاعك السرش انجين اللي هيسرش على جوجل غالبا مش هيلاقيك بسهولة جدا فهنا دي كلها وفيه طبعا اسباب تانية فلازم الواحد يبقى فاهم اليوزر انيوزر التقديم بالاستخدام ايه اية anthropometer نقطه منطقة اكثر كغبية لك طبعا شغل منطقاء اailing شغل شغلها كل يوم اصحاب الشركات اللي تعينين لانستخدموا بالاEntre Theatre لك Depending انتظه بسبب اORDU ولكن الان يجب ان ي Gottes اقومизم بضيح بها انتدور التجزنغ الله كل ما يجب ان نقود جدا كل أشياء أضيفها هنا وهنا غالي جداً. نسيت أن أقولها حيثة الـ Quality أنك أنت كل أشياء تحتاج له تاستنج وكواليتي ومع الوقت أنت تعمل هذا الكلام مع الوقت هيبقى فيه تيم يعمل هذا الكلام. الـ Quality والتاستنج يأخذ وقت رهيب أنا شخصياً زمان كنت أعمل جزء من التاستنج والـ Product Manager مفروض يكون يعمل جزء من التاستنج كيوزير تاستنج أنه يجرب الأشياء على الوزر ويجرب الأشياء بنفسه ولكن التاستنج في الآخر كلما أنت تزود بلاتفرومات وتعمل ويب وتعمل موبايل وتعمل أندرويد وتعمل IOS كلما الـ Complexity والدنيا تبقى صعبة جداً عليك تو مانتين كلما أنت تبقى فوكست وعرف الـ User بتاعك أحسن حاجة يستخدمها على موبايل مثلاً إحنا عندنا مثلاً في فرصنا ناس من تعليم متوسط وتعليم فني وفيه تعليم عالي بس أولي جداً اللي تلاقي مثلاً على فرصنا مثلاً مع IOS أفضل، لو أفضل موبايل أفليكيشن يستهدف هذه الفئة أنا لا أحتاجة أفضل IOS أفضل أندرويد سأتكلم بلناس كلها فأنا أقلل وهذه هي حتاة الـ Priority أن أرتب الـ أشياء وأرى ما هي أشياء أعلى من المبايل لكي أركز فيها فهذه حتاة أن أريد أن أريد موبايل أفليكيشن وأريد أن أريد كل مبايل ويأريد أن أذهب كل مختلفة هذه غالبا تؤدي إلى الشركات تفشل طيب أنا كده إحنا بقلنا تقريبا ساعة يعني أنا قلت معظم الحاجات أنا ممكن ألخص بس مرة أخيرة اللي أنا قلته وبعد كده نأخذ شوية أسئلة الـ Product Management كما جاء مهم جدا لأي حد بيبتدي شركة ابتدى شركة بتاعة تكنولوجيا بيبتلد بيبتلد برودكتس أي حد بيفكر يشتغل في شركة زي دي أو شركات لما بتكبر بتبقى محتاجة برودكت ماناجرز كتير يعني كل الشركات اللي في مصر الانترنت بيحتاجوا برودكت ماناجرز بعداد كبيرة جدا وعالميا كل الشركات اللي شبه جوجل وفيسبوك وأمازون بيحتاجوا برودكت ماناجرز طول السنة وبيأخذوا ناس كتير جدا حتى من مصر وبمرتبات خزعبلية فهو يعني جبن الوضع الحالي الموجود في الماركت في مصر وعالميا المجال ده مهم جدا تمام وقلنا كل السي اوز بتوع أكبر شركات في العالم ار برودكت سي اوز بيهتموا بجزئة البرودكت هذا موضوع خطير جدا والبرودكت ماناجرز كمجال هو انترسكشن تقاطع حاجات كثيرة جدا تقاطع حاجات اللي يعرف يشتغل برودكت ماناجر أو سي او أنا ليه بتكلم كبرودكت ماناجر أو سي او هو فعلا هما الاثنين ساعات بيقولوا البرودكت ماناجر إذا ميني سي او واي سي او بيبتدي تك بيزنس الاول عادة هو بيقوم بدور البرودكت ماناجر فهما الاثنين تقريبا نفس الرول واي حد حتى منكم فتح ستارتاب ومفاشلة ومن الكحيتش اكتر بوزيشن ممكن يشتغل فيه غير ان هو يبتدي ستارتاب بديده ان هو يشتغل برودكت ماناجر في شركة تانية اكبر بيبقى مطلوب جدا وبيبقى يعني مقدر جدا ان ده حد مر بالتجربة كلها فينفع برودكت ماناجر في شركة كبيرة طيب ده الدومين بتاعك او فينتك او هلثك او ادوكيشن فاهم المجال بتاعه فاهم البيزنس فاهم يوزر اكسبرينس ويوزر انترفيس ان انا اعرف اطلع برودكت اليوزر فعلا يكونوا بيحبوه وقدر اخد منهم فيدباك واستخدم طولز تساعدني في كده فاهم ماركتنج يعرف ازاي مش بس يعمل ماركتنج سوشال ميديا وادز لا بيانتجريت الماركتنج جوه البلاتفرم تاعته حاجات الريفير الناس اليوزر يكونوا بيريفير يوزر تانين ده جزء ماركتنج حاجات الاسي او ده برضه جزء مهم فالبرودكت في حد ذاته يماركت لنافسه ضمن الامثالة اللي بحبها جدا في البرودكت اللي فعلا يعني نجح جدا ومنانجح البرودكت عن مفتوى العلم يعني فيه ناس ساعد يقولوا اي برودكت من غير التسويق بيفشل انا الجملة دي بختلف معها شوية برودكت زي جيميل جيميل ومعظم التولز تاعت جوجل بالذات جوجل من اقوال شركات في حتة البرودكت منجمت هما وامازون يعني شركة زي جوجل شركة واحدة عندها مئات البرودكت امازون عندهم مئات البرودكت ونجحين فيهم كلهم تمام الشركات دي حاجة زي جيميل يعني برودكت كان اول مطلع يعني في الاخر وكان فيه هطم الابلي وكان فيه حاجات تانية كثيرة جدا ان حد اقوى برودكت هي فعلا البرودكت اللي بتشتغل حتى من غير اي ادفرتايزن واي ماركتنج وبتفضل الناس من كتر ما هما بيحبوها عشان يوزر اكسبرينس رائع وكمان انتلجنت وبتحسس نوع ايه في زكاء في كل اكشن في كل الزرار محطوط في مكان معين كل الحاجات دي بتفرق مع اليوزر لما اليوزر بيحب البرودكت بيريفير لناس تانين جيميل كده عمرهم ما دافعوا فيه فلوس لغاية ما يعني غير قريب جدا كادز كروم براوزر من ضمن الحاجات كده جوجل سرش نفسه كده فدي كلها برودكت لجوجل كلها نجحت وكبرت جدا جوجل بيعملوا ادفرتايزن اليومين دول مثلا لما كان من كم شهر بيعملوا ادفرتايزن في الشارع بعد سنين عشان يجيبوا الناس اللي مش بيستخدموا الانترنت يستخدموا الانترنت بس لو كلما انت عامل برودكت قوي جدا وفعلا بيحل مشكلة كلما انت محتاج تصرف اقل بكتير جدا في حتة الماركين فنرجع ثاني برودكت مانجمين بيزنس بارت منه دومين اكسبرتيز المجال بتاعك فهمه سكواج جدا بارت منه يوزر اكسبرينس واستخدامه بارت منه انت بقى يعني وحظك لو فهم في الديتا او معاك تكنيكال تيم قوي بارتنرز يساعدوك في الحتة دي التيم طبعا من ضمن الحاجات الخطيرة جدا يعني الحمد والله احنا ربنا يعني انا عملينا من الاول بتيم قوي جدا تكنيكال وفي كل المجالات فاليوزر اكسبرينس حتة مهمة جدا حتة الفهم يعرف 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 يعمل التاستنج وكواليتي كمان ويطلع مهم جدا لأي بروت مانجر مش لو ايقول زرار بتاع الباي في الكارت لونه اخضر ولا اصفر ولا مش فرق لونه ايه او لونه احمر تمام الحاجات دي بتفرق جامد جدا في كل قرار يعني احنا فيه كونسيبت الاي بي تاستنج الاي بي تاستنج دوت ان انا دلوقتي لو انا عندي فيتشر طلعته انا عشان اشوف الفيتشر ده كويس ولا لا انا محتاج اتست قبل وبعد الفيتشر ما اطلع عندي زرار باي اللي هو او ادتو كارت لونه اخضر او احمر مكتوب عليه ادتو كارت الفيتشر بشكل رهيب فبزنس ودومين اكسبرتيز كواليتي يوزر اكسبرينس جروث وديتا ايه تاني ده كده يعني انا بالنسبالي الايديال بروتكت مانجر اللي هو هو ايديال بروتكت سي او محتاج الحاجات دي كلها بتعلم الحاجات دي ازاي يعني فيه ناس بيسألو الحاجات دي ايدر ناس يكونوا ياخدوا انترنشيبس دي ممكن تكون ايه في الايام الحاضر والحاجات دي صعبة شوية بس اكتر حاجة از الاراية وانلاين فيه كمية كورسز وكمية بروتكت كتير جدا من ضمن الحاجات اللي يعني برضو يعني الناس كتير عارفهم جربوها فيه knowledge officer من ضمن البلاتفورمز اللي عندهم كورس متخصص للبرودكت مانجرمت فيه المنتور برضو في مصر هنا عندهم برضو بعض الكورسز بروتكت مانجرمت فيه بعض الكتب اللي انا فعلا بحبها بشكل كبير جدا الين ستارتب من ضمن الكتب اللي حلوة جدا لين ستارتب فيه كتاب اسمه rework فيه كتاب اسمه founders at work دي برضو دي كلها كتب وكنت قررتها يعني في السنين الاولانية خلص من الشركة وفاهموني ازاي founders او اصحاب الشركات النجحت عالميا كانوا ازاي بيفكروا في جزئة البرودكت وزاي بيلد بروتكت فعلا قوية ماشي انا تقريبا ايه يعني خلصت معظم الحاجات اللي عندي ممكن لو فيه ناس عندهم اسئلة يعني فيه حد كتب هو كومنت على knowledge officer اللي كنت قلت لكم عليه جربوه فيه عنده يعني فيه content for free وفيه content بيبقى paid بس بيجيب منتورز من شركات عالمية بيساعدوكم في في البرودكت منيجمنت وفيه link الكورس او فيديوهات يعني اي حد يا جماعة جوجل النهاردة موجودة اي حد يسيرش اكتب product منيجمنت هيلاقي مليون الف بروجرام برضو من ضمن الناس اللي عندهم content قوي في الحتة دي طبعا واي كومبيناتر او في امريكا و 500 startups شوف الكومنتز علاقة الاسئلة اللي عنده يعني كتب اخرى بوكن برضو يكتبها فيه حد بيسأل هو نجاح الستارتب بيعتمد على الفكرة اكتر وعلى العامل البشري يعني جماعة بوس دي حتة مهمة جدا الاي دي او الفكرة ناس بيبوا مخصوصين جدا بالفكرة وفاكرين فينا شركة بتنجح عشان الافكار بس الفكرة نادرا ما تبقى هي دي سبب النجاح النجاح حدثا بيبقى الاكزيكيوشن او التنفيذ انت ممكن نفس الفكرة حد عملها قبل كده انت بتعملها بتنفيذ اقوى مثال جوجل كان قبليهم ياهو وفيسبوك كان قبليهم ماي سبيس فدي افكار مش جديدة تمام واوبر فينا كمان ناس كتير جدا نحاولوا قبل اوبر يعملوا نفس الاوبر بيعملوه تمام فالموضوع مش مش على الفكرة تماما الموضوع انك انت طلعت بفكرة تروح تفهم اليوزرز بتاعتك الماركت بقى ماركت سايز فعلا كبير بتحل المشكلة فعلا كبيرة خلاص لناس كتير او العدد معين هيدفعولك مبالغ كبيرة او كلما المشكلة تبقى كبيرة او صعبة وكلما تعرف ان تنجح وكل طبعا التنفيذ بتاعك جزء كبير والتنفيذ اكبر حاجة في التنفيذ هي البرودكت عشان من غير البرودكت انت معندكش حاجة تاني لو انت البرودكت سايق يعني مهما صرفت عليه ماركتينج مهما صرفت عليه سيلز او البرودكت ساعة الناس بينسيوها اي كوميرس البرودكت الناس بيشوفوه في الجزء البرودكت الداخلي يستخدم في البرودكت عند الشركات سواء كان هو سي ار ام او اي حاجة اد من وراء بيستخدمه علشان يسير بيه الكلاينس الجزء ده مهم جدا وده عادة احنا مثلا عندنا بنعتبره جزء من البرودكت عشان فيه كمية اوبتوميزيشن وانتليجنس رهيب ان حتى تيم عندنا اللي فوظف احنا بنخدم زي ما قلت مثلا اربعين الف شركة عشان اخدم اربعين الف شركة عندنا تيم بيعمل سيلز و سابورت بتول بتعملهم اوتوميشن عالي بحيس ان انا انا مش هستنى لما الكلاينس يبقى عنده مشكلة عشان احنا نكلمه فيه حاجات بتطلع له اوتوماتيك بتقوله ان اليوزر الفلاني محتاج سابورت تابع معاه ودي طبعا دي حاجات بيست براكتسز من ناحية اللي هي الاساس عشان احنا عندنا جزء بنسيرف في الشركات فيه ناس كتبوا بعض اسامي الكتب فيه ناس كتبوا بعض اسامي الكتب فيه ناس كتبوا بعض اسامي الكتب وكنت درس بروغرامنج وكودينج في الجامعة وكنت حتى بدرسها بس انا في الشركة عندي انا ما كتبتش سطر كود انا بالنسبالي كبرودكت ماناجر مش محتاج يكون بيعمل كودينج تماما البرودكت ماناجر ممكن باجراون بتاعه يبقى بزنس ممكن يبقى تكنيكل ممكن يبقى ماركتنج ممكن يبقى ديتا دي ممكن يبقى اي برودكت ماناجر او سي او هيماناج برودكت في الشركة دي الباجراونج بتاعه فيه ناس ممكن يكونوا بيبقى عندهم تكنيكل باجراونج بس مش ضروره يكونوا بيعرفوا يعملوا كودينج عشان الكودينج يفضل يتجاب ايه اعرف ايه دي العيش تخبزه فيه ناس الكودينج كودرز او ديولوبرز انجينيرز باك اند او فرونت اند باك اند دول بيبقى الديتابيز واره والفرونت اند دول بيبقى الانترفيس اللي انتو بتبقوا شايفينه كمستخدمين وفيه ناس تعالى بيبقى فولستاك اللي هو بيعمل باك اند وفرونت اند وفيه طبعا الموبايل ديفلوبرز حياتة الديفلوبين دي يعني اريا واسع جدا انصح محدش يدخل يحاول يعملها او يبقى برودكت انترنالي وهو ما عندهو الخبرة محتاج يجيب سي تي او تيكنيكا ال اوفيسر او تيكنيكا ال ماناجر قوي جدا او يجيب شركة بتعمل سيرفزز ديت يبيلد يساعدوه يبيلد الابليكيشن او الموبايل او يشوف حاجة جهزة او يستخدمها يشترك فيها بالشهر او فري يبيلد بيها البرودكت بتاعه الحدي بيسأل ان بيجي عندنا جوبز لبرودكت ماناجرز اعتقد ان في شركات كتير جدا بيهيروا عن طريقنا برودكت ماناجرز وعادة ان الشركات ما بيلاقوش برودكت ماناجرز في مصر بالذات عشان عدد الناس الداخلين في البرودكت ماناجرين او يتقلوا مجال مالوش مثلا تخصص حد بيتخرج من جامعة برودكت ماناجر حتى في امريكا وكده يعني جوجل وفيس بوك والشركات دي جوجل من اشهر الشركات اللي عملوا بروغرام ادوكيشن الجوه او مالوش برودكت ماناجرز بروغرام عشان ملاقوش برودكت ماناجرز في الماركت زمان عندهم مشكلة برودكت ماناجرز في مصر دلوقتي ان في ناس كتير جدا يعني جالهم افرز وسافروا في شركات علامية بره فمحتاجين الناس اكتر يكونوا بيتعلموا بيتقولوا المجال دوات ومعظم الستارتابس في مصر اللي عرفها وكتير جدا مش عايز اذكر اسامي معظمهم دايما بيحتاجوا برودكت ماناجرز فادخل على الوظف سيرش على برودكت ماناجر احنا نحن بطلق حتى لست حاطين احنا بالباتة ليست بالآن فترة دي العشان العوضات الحالية بس ان اي حد ممكن يقدم عندنا وفي خلال شهر شهرين لو ان شاء الله الدنيا تحسنت ممكن نتوصل معاها بس في شركات كتيرة بتبقى محتاجة برودكت ماناجرز ادخل على وظف سيرش برودكت ماناجرز حاجة مهمة وعاجز اقول عليها ده دوش بنا حد سألني الفرق بين ما بين وظف وفراصنا هما الاثنين برودكتس بيعملون تريمة نفس الحاجة. بس إيه اللي خلنا نعمل برودكتس مختلفة علشان انت كلما اليوزر بيختلف كلما انت محتاجت تعمل برودكت مختلف. تمام فاليوزر تتعفوا رأسنا محتاجين بروفايلس تبقى أبسط بيشوفوا أنواع جوبز معينة مختلفة أو أنواع على وظف. فالدنيا مختلفة زائد هنا بالعربي هنا بالإنجليش مثلا الالجوريثم بتاعتنا اللي بتماتش الجوبز والحاجات دي كلها مختلفة هنا عن هنا فيه ويتس اللي هو قدي الواحد قريب من الشغل ده قريب من بيته أو لأ بيبقى فاكتور مختلف ففيه اختلفات كثيرة جدا لازم كل الواحد لما يجي يعمل برودكتس يبقى عارف هو البرودكتس بيخاطب مين عشان يعرف يشوفوا ويعملوا بنفس البراند ولا دي سجمن تاني يعملها بأنه شكل وبتفرق جدا في الماركتينج عشان انت هنا بتخاطب الناس بشكل وهنا بتخاطب الناس بشكل ما ينفعش بقى الناس بتخاطب يعني بتبقى بتبقى صعبة. بشوف بقية الكومنتس والاسئلة في ناس كتبين كتب كتيرة. ليه لحد الوقت ما بدأتوش تشغلوا على الناس الـ disabled اللي بدور على شغل. الناس احنا عندنا فرصنا لو حد دخل على فرصنا عندنا 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 سيكشن وظائف زاوي الاحتاجات خاصة او القادرون باختلاف على فرصنا موجودة دي ضفناها يعني من كذا شهر وبارتنر مع مصر الخير فيها في احد يسأل على الـ MVP. MVP جماعة Minimal Viable Product. Minimal Viable Product اللي هو اللي انا كلمت عليه في الاول بس ما قلتش اسمه. ان انت عايز تطلع الماركت بسرعة بحاجة تبقى تبقى شغالة اصغر product version تطلع به الماركت عشان تتست به الماركت والبزنس موضل بتاعك. فهو ده الاسمه MVP. فيه طبعا تفاصيل كتيرة جدا كلما تطول وتعمل ببرودكت كبير ده كده مش MVP. تطلعت ببرودكت كله بقز وبيز ده كده مش MVP. MVP ده برودكت يعني يعني طبك كبير. بس في الاخر انت اصغر حاجة تطلعها مثلا احنا عندنا كان MVP. مثلا في كاست فرصنا. فرصنا ما انا قررنا نعمل فرصنا في 2014. ما اعملاش بلاتفرم ما اعملاش كودينج من اول جديد مع ان احنا عارفين الموديل بتاعنا. ابتدنا فرصنا بإكسل شيت وكول سنتر ايجنز قاعدين بياخدوا ديتا بتاعة المتقدمين على الوظائف بالتليفون. بيملوها في إكسل شيت ولما الشركات بتكلمنا. عايزين فنين وسوئين وعمال مخازن وامن وكده. بنبعت لهم الديتابيز بتاعتهم. عادنا نشتغل اكسل فايل يعني كذا شهر لغاية ما ابتدنا عملنا اول فرم على البلاتفورم. ونقلنا الديتا دي على الديتابيز وبعد كده الشركة بقيت عارف تعرف تعلن الوظيفة بتاعتها والناس يعرفوا يقدموا. بعد كده زودنا السكورينج بتاع الافليكنس ناس اللي بيقدموا بيترتبوا. والناس اللي بيدور على شغل بيطلع لهم. فكل درجة من دي الام في بي ده اللي هو المنمال اللي تطلع بي عشان تتاست الماركت. طبعا في كل في حاجات زي الفين تك فيها جزء سيكيوريتي لازم يكون موجود بشكل معين. هيلت تك برضو محتاجة الام في بي تكون واخد بالك منه عشان هيلت وصحة وكده. فالحاجات دي كلها بتفرق في الام في بي. الهيلت تك ما عنديش خبرة كبيرة في الهيلت تك. طبعا اكتر ناس عرفهم في الهيلت تك في مصر مثلا في زيتا وشزلونج. وفي تك ستاب واخرين محتاجة وشفاء وفي. يعني في حاجات كثيرة جدا محتاج اول حاجة تريسيرش البلاتفروم الثانية. تريسيرش الترينز اللي موجودة بره. عشان تشوف الهيلت تك ما عنديش تفاصيل قوي عليه. في ناس بسألوا بي تو بي و بي تو سي. بي تو سي انك انت بتبيع حاجة الكونسيومر. بي تو بي ان انت بتبيع حاجة للشركات. احنا مثلا عندنا. عندنا الاتنين. الشركات بنبيع لهم. فدي بي تو بي ان هما يعلنوا عن الوظائف بتاعتهم. بنبيع لهم بي تو بي بساس موضل. تبام. الجوب سيكرز. مش بنبيع لهم سيرفيس از قوي. بس بيستخدمونا كماركت بلايس. خلاص. كماركت بلايس موضل. اوبر مثلا. اوبر مثلا. اوبر مثلا. اوبر مثلا. بي تو سي. بس عنده شوية حاجات ممكن تكون بي تو بي. بريت فست مثلا. اللي هو مثلا. فكهاني. و جود سمارت. وما بتوع. الخضار. والفكهة. والحاجات البقالة. دول كلهم مثلا بي تو سي. او اغلبهم بي تو سي. ما فيش. ما فيش حاجة صحة وغلط. تمام. فينا كنت. يعني هو الماركت حجمه قد ايه. وتعرف تتعامل معه ازاي. البي تو بي طبعا محتاج عشان تعرف تتعامل مع بي تو بي. غالبا محتاج ناس سيلز. انترفيسنج مع الشركات بشكل كبير جدا. البي تو سي ما تقدرش تعمل سيلز قوي عشان عددهم بيبقى كبير جدا. لازم بيبقى فيه اوتوميشن ليفل عالي قوي عشان تعرف تتعامل بي تو سي. هو اللي هيبقى عندك تيم كبير قوي. الجيمينج يعني ما عنديش قوي خبرة عن الجيمينج برودكت الاسف. واحد يقول اعرف ماذا ازا كان الماركت سايز كبير كفاية ولا لا. الماركت سايز انت بتقول انا دلوقتي حعمل برودكت سيرفيس الفلانية. تيجي تقول هو في كم حد يا جماعة في السيرفيس دي في كم حد ممكن يكون محتاج السيرفيس دي. ماشي ممكن يطلعوا. لو ممكن لو هما في الاخر عشرة تلاف واحد هما اللي بيحتاجوا السيرفيس الفلانية. يبقى ده ماركت سايز صغير. بس مش ضروري. عشان لو هما عشرة تلاف واحد بي تو بي شركات. وكل واحد منهم هيتفع لك مليون جنيه. ذا انت كده يتضرب عشرة تلاف في مليون جنيه في السنة. ممكن يطلع لك عشرة مليار جنيه في السنة. فهو الماركت سايز هو كم يوزر موجود. مضروف في الريفنيو اللي تعرف تطلعه. بير يوزر. الساعات يسموه اربو او افريج ريفنيو بير يوزر. يعني جوجل وفيسبوك ولينك تانو والبلاتفورم ذات اللي عندها مليوني اليوزر. بيمونيتايز بيطلعوا فلوس من اليوزر عن طريق الادفيرتايزمت. فهو عنده كل يوزر بيقول ان اليوزر ده بيدخلي كزا دولار ادفيرتايزنج او اعلانات في الشهر او في السنة. هو بيبقى الرقم مش كبير قوي بس عشان عنده ملايين ومليارات اليوزر بيبقى الماركت سايز بتاعه كبير. فانت الماركت سايز محتاج غالبا لو هو حاجة محتاجة تكون بتطلع لك البوتانشيال بتاعها لما يكبر. يسموه التوتل ادريس بالماركت اللي انت تشتغل عليه يكون بيطلع لك يعني ايديا لي ملايين او عشرات الملايين من مثلا الجنيهات مثلا لو انت اشغال في مصر. لو الماركت بتاعك ده اخر وكل وكده عدد الناس اللي ممكن يستخدموه في الفلوس ممكن يدفعوه لك في السنة. هيطلع لك مثلا مليون تيم مليون جنيه غالبا غالبا دي مش مستهل قوي الافرط انك تعمل برودكت للناس دي. عشان كده عدد البروبلم مش كبير اما عددهم عدد قليل او البيمنت قليلة. الحاجة الوحيدة لتخليك تشتغل مع عدد شركات او عدد شركات او عدد شركات او بي تو بي وكل شركة هتدفعلك رقم كبير جدا لو انت بتعمل سوفتور انتر برايز كبير. data analytics useful in cloud based software هو data analytics يعني مفيدة ومهمة في كل كل انواع البرودكت باي كل اشكالها from day one لازم يكون عندك strong data و dashboards على البرودكت بتاعك واستخدامه. احد يسأل محتاج كم كوفاوندر عشان بتلي البزنس يعني محتاج يعني الايديال از اتنين كوفاوندرز واحد بتبقى مرهقة ومتعبة شوية ثلاثة بتبقى يزيده شوية اربعة وخمسة دي بتحصل مشاكل كتير جدا. اهم حاجة انك تكون بتختار الكوفاوندرز الصح يعني صح اللي بيكمبليمنت السكيلز بتاعتك لو انت تكنيكال قوي جدا محتاج حد بزنس لو انت بزنس محتاج حاجة تكنيكال. لو انت تكنيكال محتاج حد برودكت محتاج حد ماركينج بازد على الاندستري بتاعتك انت محتاج ناس يكونوا بيكمبليمنت السكيلز بتاعتك بشكل كبير جدا وتعرف تتعامل معاهم وتكونوا على الفيجن الرؤية بتاعتكم للبرودكت بتاعكم. اشوف بقية الكومنت. اه في حد بيقول يا جماعة بيسأل سوال. طب لو هو كل حاجة جاهزة وفي برودكت لكل حاجة جاهزة ممكن تستخدمها. ايه اللي يخلي المستثمر يستثمر في شركة زي كده. الفكرة انك انت يعني مش انك انك انت تخترع حاجة فروم سكراتش. انك انك انت تعمل حاجات بطريقة اسهل او بطريقة اسكى. فكون ان واحد مثلا جاب صوفتور جاهز استخدمه عمل بيه جمع كذا انت في الاخر انت انت بتجمع. انت بتجمع حتى من هنا على هنا في الماركت بتاعك بطريقة معينة خليبك البرودكت جزء كبير جدا بس ما هو مش كل حاجة. السيرفز بتاعتك والماركتينج بتاعك وخصوصا السيرفز بتاعتك. السيرفز موضل بيسنس موضل والبرايسنج بيفرق فرق كبير جدا. انت ممكن انت بعمل برودكت مستخدم حاجات موجودة في كل حتة. وفيه كومباتورز بيعملوا نفس اللي انت بتعمله. بس الفرق انت جمعت الحاجات دي كلها بشكل عامل ازاي. وموضل عامل ازاي. والسيرفز ليفل بتاعك انت مثلا من ضمن الحاجات اللي كنا دايما معروفين فيها بشكل كبير جدا مع الشركات اللي بنساعتها بتساء الموظف او فراسنا. ان احنا عندنا تيم اكاونت ماناجرز وريكروترز بيسابورت بيكمبليمينت البرودكت. الحاجات المحتاجة اديشنال سبورت. ممكن شركة محتاجة مثلا الف واحد كول سنتر ولا مندوبين مبيعات ولا سوائين ولا فنيين. هو في الاخر البرودكت مهما رتب له الناس. هو الشركة محتاجة ناس يكونوا في الاخر بيساعدوهم. عدد الانتريديوز رهيب. فاحنا بنعمل بنساعد الشركات حتى بيوند البرودكت بنقد ادون سيربس بتكمل البرودكت للشركات مثلا من نوع دوت. فانت في الاخر طول ما انت لو انت حتى استخدمت حاجات كلها موجودة. وعملت حاجة وكبرت ونكحة في الاخر المستثمر يستثمر معك انك انت عرفت التعم تجمع الحاجات دي كلها. ولما تجمع الحاجات دي كلها تستخدمها بشكل جيد. الماركت بتاعك بيكبر. وفي حاجة مثل الماركت بيكبر. في ناتورك افكت ان انت كلما الماركت بيكبر كلما صعب يدخل ماركت بلايرز جداد. فبالتالي انت برضو الانفستور بالنسبة له انت حاجة مهمة جدا وشركة بشكل كبير جدا. في برضو ناس بيسألوا على البرودكت مانجمنت جوبز يعني ممكن تدخلوا على وظف زي ما قلت سيرش على يعني برودكت مانجمنت جوبز على وظف هتلاقوا حاجات كتيرة جدا وحتى عندنا للشهور اللي جاية ان شاء الله لما نرجع نفتح التوظيف تاني بإذن الله في الشركة عندنا. بس فيه شركات كتيرة جدا اعرفهم السارتابس بيهيروا طول الوقت. في حد بيسأل على الوضع الوضع اللي احنا فيه حالان والحظر والكورونا وكده. والوضع اللي حالي مأثر على كل الشركات بشكل كبير جدا وفيه اندسفرز كتيرة جدا متضررة. السياحة والترانسبورتيشن والحاجات دي من اكبر الاندسفرز اللي اتأثرت. وفيه اندسفرز ثانية زي الاكل والدليفري والصدريات والحاجات دي كلها الاقل تأثورن في حاجات عندهم اصلا كبروا. وفيه طبعا الادتك مثلا من ضمن الناس برضو اللي كبروا بشكل كبير. بس احنا عندنا مثلا طبعا الوضع الحالي مثلا ان فيه شركات كتيرة جدا قللت او عملوا فريزنج للهيرنج بتاعهم. بس استيل فيه الاف الوظائف هتلاقيوها بما موجودة بس اقل بكتير من الريت الطبيعي للشركات. وده يفضل كده لغاية ما الحظر يتشال والشركات تقدر ترجع تشتغل تاني. اللي احنا بنحاول نعمله او كل الشركات اللي عرفها كشركات كتيرة جدا ما بتعمل الفترة دي. انهما بيتدارد working on innovating new ideas. تكون بتكومفليمنت السيرفز موضل بتاعها او تكون بيعملوا حاجات تنفع للوقت الحالي او ما بعد كده احنا مثلا دلوقتي. تشاغلين على افكار كثيرة جدا. طيب ايه ما الحاجات ال future of work هيبقى من ازاي الحاجات الجديدة اللي هنشتغل عليها. واللي فيكم حتى عنده افكار ممكن حتى يبقى يعني يبعتلي او ممكن اعمل مثلا فورم او يحط لي برضو comments بالافكار اللي عندوكم. ممكن حتى بنفكر اصلا نعمل hackathon بافكار جديدة اللي ممكن يكون بيتعمل في الاريا بتاعتنا. حد لو يقول لو عندي افكار user experience في موقع وظف او فراسنا ابعتها لك ازاي. طيب انا ممكن اعمل بوست بعد دوت احط فيه فورم او حاجة زي كده بحيس كل اللي عندو افكار لنا كوظف او فراسنا ممكن يبعتها لنا. دي هعملها في بوست منفصل طبع بس الاكاونت بتاعي. شكرا ليكم. في ناس في كتب برضو كتب على حالا حالا برضو من طبعا الارتبس اليونيك من تارجتين اه segment و market اولالين جدا كانوا بيستخدموه يعني ان في ناس يمكن يقولوا بعد مسلا مع اوبر و كارين دخلوا ماركت لو اي ما فيش خلاص حد تاني يدخل في بس انت كل ما انت بتاخد نيش معين في محافظات مختلفة و كده فانت بتارجت نيش و محافظات محدش ثاني بيتارجتها و كمان مؤخرا كمان عملوا حاجات مثلا دخلوا في حاجات فانت ممكن كبرودكت تعمل انت لازم تبتدي بنيش برودكت او فيري فيري فوكست و بعد كده ممكن تتوسع و كلما يبع عندك ماركت بليس او يوزر بيس كبيرة جدا ممكن تضيف برودكت ثانية بس لو عملتك موضوع ده وتبدري بيبقى يعني بيبقى صعب جدا. في ناس بسألوا عالفاندز و كده كان فيه كذا فيديو في نفس السلسلة دي قبل كده كان فيهم ناس كتير بيتكلموا عالانفستمنتز يعني فيه طارق فاهيم و وليد خليل و يعني ممكن تشوفوا الفيديوز اللي فاتت كان بيتكلموا عال حتة الانفستمنتز عشان ده توبك كبير جدا. في حد بيسأل ممكن وظف يبليها دور في الكارير ديفلوبمنت و كده احنا يعني احنا بنبارتنر مع ناس كتير من زمان في حتة الكارير ديفلوبمنت و الفترة الجاي عندنا يعني برودكت برضو بمطلعينها لي علاقة بالتتساهل حتة الانفستمنتز و الكارير ديفلوبمنت بشكل كبير ان شاء الله تطلع قريب تكون مفيدة لكم. يعني فيه ناس واحد بيسأل بيقول افضل تطوير التطبيقات في مصر او الهند و مين احسن. فيه طبعا شركات كثيرة في مصر يعني كويسة على حسب بيباليهم مختلفة و فيه ناس الكلام في الهند بس اعتقد فيه في مصر شركات كثيرة موجودة. يعني فيه ناس كتير بي اوتسورس برا مصر بس انا شايف ان فيه شركات كثيرة في مصر يعني مفيش حاجة في المطلق هو انت على الاساس هتشتغل مع مين بالزبط وحد تصق فيه فعلا وتسأل عليهم وتشوف الشغل اللي عملوه قبل كده يعني بس فيه شركات كثيرة مثلا اي حد مسلا عايز نعمل حاجة اي كومرس كستومايز مثلا في مصر روباستة اكتر شركة معروفين في حتة الاي كومرس بلاتفورم لو عايزت تعمل حاجة اي كومرس مسلا هتروح لرباستة دي اكتر ش اشتغل حاجة اي كومرس فيه برضو باشوف بقية الكومنت اشكركم 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 يعني مصر من البلاد ال public data يعني فيها مشاكل مش متوفرة باوي اي حد لسه بيبتدي وعايز يعمل انانسس بماركت سايزي مكلام ده كله مش هازم تجيب ارقام اجزاكت لو انت في ماركت زي مصر محتاج تعمل assumptions افطراضات تمام انت مثلا اي سيرفس بتفكر فيها سهل تقول احنا الpopulation او التعداد السكان مئة مليون لو انت بتطارجت الناس الفوق سن معين سهل تجيبهم بسهولة جدا موجودة سهل تدخل على فيسبوك مثلا احنا ساعد بنعمل ريسرش مثلا على فيسبوك ولنكتن بتدخل كأنك داخل تحط اعلان وتشوف كم حد بيستخدم فيسبوك بالانجلش كم واحد بيسترمه بالعربي كم واحد في الاجف فلاني كم واحد جندر ميل او فيميل هذه الحاجات كلها ممكن تجيبها من فيسبوك او لنكتن كأنك ادفرطاجر عادي جدا بسهولة وبقية الديتا بتجيبها من حتة مختلفة وتشوف ريسرش عن بلاد تانية انا مثلا ممكن اشوف بلاد تانية عندهم بوبوليشن عامل ازاي والسيجمت بتاعتي موجودة هناك عامل ازاي وبعدين اعمل كونفيرجن من الماركت دوت للماركت تعمل مصر باست على البوبوليشن تعداد السكان الجي دي بي الناتج القومي وشوية حاجات تانية موجودة انا ممكن اشوف كذا بنشمارك بلد تانية اشوف الارقام اللي عندهم واحسب تقريبيا الارقام عندي في مصر هتبقى عاملة ازاي فدي لو بتعمل ماركت سايزنج ماركت سريسرش كيوزر اكتر حاجة اسكواليتيتف انك تروح تكلم ناس تسألهم ويوزرز كتير وتاخد رأيهم في كل خطة وانت بتبلد البرودكت احد يقول اعرف امتى ان انا فشلت ولازم اقفل لو انت بتبلد البرودكت والبرودكت بنزلت بيه وما جابش نتيجة انت لسه ما فشلتش لازم تسمع فيدباك وتعطي اتريت وتامبروف في البرودكت وتعطي حسن وتطور وتاخد فيدباك لغاية ما يعني طول ما في ناس لو انت عندك واحد اتنين يعني لو عندك عدد من الناس مثلا بيستخدموا بقوة او بيدفعوا في ما اقول لك في الفلساس يقول لك لو انت عندك عشرة باينج ذن يمكن جت مية باينج ممكن توصل لالف باينج ممكن توصل لعشرة تلاف باينج لانا ما عندك عشرة باينج ولو فيه كلاينس بيموتوا فيك وبيحبوك ذن انت عندك حاجة محتاج تشتغل عليها عشان تكبرها امتى تقفل لو انت اوتو فاند او خلاص اللي هو فلوس خلصت ويعني بتعاني ومش عارف تجيب فلوس فعلا لو كملت فترة طيولة جدا ممكن موضوع نفسيا يبقى صعب احنا نفسيا احنا شخصين كان فيه اكتر من مرة كنا هنقفل فيها في 2011 و12 و13 بس انا اللي خلاني اكمل ان انا متأكد ان المشكلة موجودة والماركت سايز كبير وحتة التوظيف والشركات كلها بتعاني فانا انا متأكد فانا 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 خلانا نكمل تفشل لما توصل مثلا للنتيجة او افتراضاتك تطلع في الاخر غلط كنت مفترض ان في مليون مستخدم هيحتاجوا السيرفز دي طلعوا مش مليون طلعوا طلعوا ع الف تمام دي كده مشكلة كنت مفترض ان الناس هيدفعوا اه عشرة تلاف جنيه في السيرفز او الف جنيه في السيرفز طلع ما بيدفعوش فالافتراضات دي طبعا بتغير البرايسنج بتوع تعمل اكسبرمنت اكسبرمنت ورا التانية ورا التالتة توع تعمل تجارب تشوف الدنيا ممكن تكون اه يعني تتحسن ازاي لو عملت تجارب كتيرة ومش نفع تان خلص الموضوع ده فشل والفشل ده مش مش حاجة وحشة الفشل ده ده ما قلت اي لو انت عملت بروشكت كستارتب وفشلت انت سهل جدا لو انت عملت شغل كويس لفترة كويسة انت ممكن تروح في اي شركة اكبر تشتغل بمرتبات كويسة جدا وفي جزء تاني حساعدت الشركات لما بيسموها بيفوت لما انت عملت حاجة والماركت تغير زي الوضع اللي احنا فيه بتعمل بيفوت علشان تتروح تعمد بروشكت جديدة تتماشى مع الوضع الحالي في حد بيسأل Design model بتاع وظف ايهою فراسنا za is subscription model فالشركة بتدفع الشراك شهري بناء على حجم الشركة ومحتاجين نعينه واحد ولا عشر ولا مية في الشهر بيدفعوا الشراك شهري عشان يعلنوا الوظائف بتاعتهم يدوروا يسيرش في الـ CV Database عندنا فده الـ Business Model الأساسي بتاع وظف في حد بيسأل ازاي تتعامل مع الـ Competition في مصر خصوصا الناس اللي بتحاول تقلدك في زي ما قلت مثلا في الـ Area بتاعتنا في موقع توظيف كتير جدا موجودة في العالم وفي مصر أنا بالنسبة لي طالما طول ما انت سابق وطول ما انت دايما بتإنوفيت وبتإمبروف الـ Product بتاعك وبتسيربس الـ Product بتاعك في من ضمن الماتريكس المهمة جدا ما كلمناش قوي على الماتريكس بس الماتريكس من الحاجات المهمة جدا في حتة الـ Data الماتريكس اللي هي الـ Active Users Per Day الـ Active Users Per Month الـ Actions بيشتروا كام اكشن او بيطلبوا أبرا كام عربية في اليوم او في الشهر بالـ E-Commerce الكارت سايز دي كلها متريكس الماتريكس دي مهمة جدا ومن ضمن الماتريكس اللي مهمة جدا 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 ناس كتابة بيتغفلوا عنها حاجات اللي هي الـ E-Satisfaction مش دفع كام وجي كام مرة لا الـ Satisfaction ومن ضمن انواع الحاجات دي الـ NPS او Net Promoter Score Net Promoter Score ده NPS اللي هو بيسألك بيطلع لك اكيب طلع لكم في حتاك كتير جدا يقول لك ازاي ايه ممكن ترشح الـ Product أو Service دي لحد من اصدقائك من واحد لعشر الـ NPS ده مثلا احنا بنقيسه بقلنا مثلا اربع خمس سنين ودهو برضو مثلا ما عملوش في الـ Product ده جبنا برودكت تاني اسمه Wootric W-O-O-T-R-I-C بتاع NPS بيقيس الحتة دي فجبنا الـ Product دهو مثلا واستخدناه بيقيس الـ NPS الـ NPS مثلا اللي بيجي لنا ده بنقيس الـ Satisfaction بتاع الـ Clients ودايما بنحاول نشتغل ان احنا الماتريك ده يكون بيعلن سواء شركات او يوزرز بيدوروا على شغل فانت الـ Competition لما تكون بتقلدك الحاجة اللي تخليك دايما فوق قدام الـ Competition انك انت دايما بالـ Service الـ Clients بتاعتك بطريقة و Level Service اعلى بكتير جدا دايما بيحبوك ودايما بيريفير الناس الـ Competition مهما جاي وحاول يعمل offers وحاول يبيعه امتى الـ Competition هكسبك لو الـ Product بتاعه افضل منك اللي هو افضل يعني ايه User Experience احسن استخدامه احسن بكتير جدا او سعره اقل بكتير جدا او Service Level اللي بيقدموه احسن بكتير جدا الـ Delivery او ايا كان الخدمة اللي بيعملوها ساعتها انت هتموت لازم يبقى فيه عندك دايما edge عشان تعرف تعيش وتكبر versus competition تاني فيه اسألة ليه حلقة بالـ Funding يعني مش هقدر عشان ده توقيت كبير جدا فممكن تشوفوا الفيديوز اللي فاتت حياتة الـ Brand Building الـ Brand Building من الحاجات طبعا محتاجة وقت كبير عشان يدقي تبني وكونسيستنسي في السيرفز بتاعتك ودايما ديوزر يكونوا حاسين انت دايما بتحاول تحسن واتطور من المقدمة بتاعتك فيه واحد يقول انا يدوك واباوصل للـ Break Even ومش عارف اكمل الـ Growth عشان نقص التمويل بصوا احنا انا من اول ما عملنا launch في 2011 اول تمويل يعني محترم اخدنا بعدها اللي هو من 500 Startups في امريكا بينهم تقريبا ثلاثة اربع سنين فاحنا عدنا ثلاثة اربع سنين معناش تمويل اللي عملنا في الفترة دي ان احنا كنا بنستلف من الاهل والاصدقاء وكنا في فترة ما كنا بنعمل أقلمنا بشكل ما بنعمل custom software custom software للشركات بس كنا برضو دي علاقة بالـ Recruitment والتوظيف فعرفنا ان احنا ندخل شوية كاش لغاية ما نعرف نعيش علشان نعرف لغاية ما وصلنا للـ Break Even ولما عرفنا نوصل للـ Break Even ساعتها بتدى الـ Investors يهتموا ويعني بس الموضوع بيطول بشكل كبير جدا فهي محتاج إذا انك انت تركز وتخلي الـ Customers هما اللي تفعولك بروس تكفيك إما تـ Improve بشكل ما في الـ Product لغاية ما توصل للمرحلة انك انت تقنع الـ Investors و الـ Investors دي محتاج تدور على الشخص الصح ويعني لو حد اي حد Early Stage او لستة بيبتدي في كمية Encubators او Accelerators اللي هما مسرعات وحضنات أعمال يعني بـ Google Search سريع جدا هتلاقوا كل الحاجات اللي موجودة في مصر مينو وتقدموا عندهم مثلا حد يتأل مثلا الـ Difference بيننا مثلا وبين LinkedIn كـ Recruitment Platform يعني LinkedIn طبعا عليه يوزرز كتير بس مثلا LinkedIn مثلا معظم الناس على LinkedIn مش اكتفلي مش بيدوروا على شغل على وظف معظم الناس بيدوروا فعلا على شغل في LinkedIn لو انت واحد مثلا بيهائر حد مثلا وبيهدهنت أو بيكلم ناس في ميسجز ويكلمهم وكده من كل عشرة يعني عادة الـ Recruiters بيكلمهم ممكن تلاقي واحدة واثنين مهتمين ويبقى اصلا مش بيدوروا على شغل في كيسز كتير جدا لو انت ناس عايزين بوزيشنز بمعينة ممكن يلقوها على LinkedIn في معظم الـ بوزيشنز الأخرى بيبقى أسهل الشركات ان هو يحط الجوب أو عندما يدخل يدور يبقى عارف الناس دي فعلا بيدوروا على شغل لما أكلمهم البروبيل ان هم يجوا ويشتغلوا معي أكتر بكتير جدا وأعلى بكتير جدا من ان انا اكلم ناس بيسموهم ومش بيدوروا على شغل اه احد يسأل هو وظف بتاعد السارتابس يدوروا على كو فاوندرز احنا كنا يعني ما بنعملش دا حاليا بس هو من ضمن الحاجات السهلة ممكن حد يدخل على الوظف يقول انا يا جماعة انا شركة لسه ستارتاب لسه بادي وعندنا حتى يعني فري اكسس الفترة داية او كنا عمليون من فترة للسارتابس الصغيرة ان هما يعني فريمي مودل بيقدروا يهير يحطوا وظيفة او اثنين جوب بوس او واحدة او اثنين في الشهر والناس كلام عمليون في فرصنا الفترة دي واحنا في الحظر والكورونا فاي شركة او ستارتاب صغيرة ممكن تسجل ويقولوا ان هما ستارتاب بياخدوا اكسس وممكن لما تاخد اكسس تحط اعلان الوظيفة تقول انا محتاج بارتنر سي تي او محتاج حد جانرال مانجر او بارتنر واتحدد في الاعلان انك انت عايز كوفاوندر وممكن تدي له شيرز او اسهم الفترة دي في ناس كتير جدا لأسف فاخدوا وظيفهم وممكن يكونوا ناس مختلفة فانت ممكن تلاقي ناس كتير جدا قوية جدا على وظف في مختلفة مختلفة حد يسأل او قواليت لازم تبقى مية في المية عشان ننزل الماركت بالبرودكت ولا لا لا لازم تبقى مية في المية عمر ما القواليت بتبقى مية في المية لكن المحتاج تطلع بحاجة معينة يعني حتى لو فيها شوية بجز عادية مفيش مشكلة بس تطلع الماركت عشان تاخد فيدباك الريسك انك انت تفضل تبرفاكت في البرودكت وعشان تنزل به وهو مية في المية ويطلع الماركت مش عايزه اعلى بكتير جدا من انك انت هتنزل وممكن يبقى فيه بجز غيرة بس طبعا على حسب البرودكت زي ما قلنا الهلتك والفانتك وفيه انواع الارورز فيها ممكن تكون خطر او فيها مشاكل بس يعني حاول محتاج يبقى معاك تيم عنده يعرفوا يطلعوا الاشيوز والبجز بشكل كبير لسه برضو اشوف الكومنت مش عارف الكومنت كتيرة جدا اسئلة زي ما قلت الناس عندهم افكار او ايدياز satisfies او فراسنا ممكن تدخلوا على وظف او فراسنا هتلقوا ممكن تكونوا عليها مجعلة وظث عن برضو بعده قد ايه احنا زي ما قلت احنا بريك ايفن حصلنا في 2013 يعني بعدها بثلاث سنين من ساعة ما نزلنا تقريبا فكانت يعني صعبة وبس يعني زي ما قلت يعني لازم تتصرفوا لو انت بالزيت ماركت بلايس بتاخد وقت طويل الساس برضو معظم الحاجات بتاخد وقت طويل في حاجات تانية زي الاي كومرس فيها فلوس بسرعة بس المشكلة بتاعتها مش بتبقى في الوقت بتبقى في المرجن انك انت نسبة الارباح بتاعتك بتبقى قد ايه فدي بتختلف صبعا تلاس سنين ده كتير جدا فمعظم الشركات بابقى اقل من كده احنا نعتبر ايه يعني طويلنا قوي عشان نوصلها ماشي حد بيسأل على ايهاكاتون حاضر اول من من نعمل حاجة حان عرفكم لو هنعمل اكتبون أحد يسأل على أفريكا أفريكا من الماركس مثلا الناس كتير جدا ما بيروحوش أفريكا بس أفريكا فيها أفريكا كتير جدا يعني فيه فيه شركات من مصر أريدي بتاديت تنزل في أفريقيا يعني سويفل وحالا أعتقد من الشركات اللي في مصر اللي توسعوا في أفريقيا أحد يقول أنا وصلت بريكا بس تعبت يعني كلنا بنتعب والله يعني والأوضاع الحالية برضو كله بيتعب فيها بس في الآخر هي دنيا صعبة وإن واحد يكون بيعمل شركة من الحاجات الفعلا صعبة جدا فهي يعني محتاج لو تعبت تجيب بارتنور تجيب أي حد أو لو 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 حسس الموضوع بيكبر ببطء رهيب والماركت سايز حساباته ومش مستهلة محتاجت يعني ممكن تفكر أنك أنت تغير يعني بس أنا طبعا كيس باي كيس لازم الواحد يكون عارف بحاول أشوف واحد يقول مصر ما فيهاش مستثمرين البرامج برا أفضل من المستثمرين هنا بصلا أو فيه برامج يعني كتيرة موجودة في مصر بس ما فيهش حاجة تمنى عن حد يعني 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 يطلع في ماركت سايز تانية أنا بحاول بس إيه أنا أنا مفروض كنت تقفل أصلا من من ساعة تقريبا بس بس فيه أسئلة كتيرة بحاول يعني أشوف على قد مقدر آآ في حد بيسأل ازاي بتقيس نفسك أجنست الكمبيتشن الكمبيتشن دي بتبقى يعني بيزد على انت بتاعك والتارج بتاعك يعني الماركت شير بتقيس مسلا انت الترافك عندك قد إيه الريفنيو عندك قد إيه آآ عدد الليستنجز في كيس تاعتنا عدد الأوردرز في حاجات مختلفة دي دي ديس هاو يماجر الكمبيتشن احنا مسلا في كيس تاعتنا مسلا في وظف مسلا احنا نعتبر مسلا ضمنت ماركت شير اكتر من تريبا يكون تلتين او الجوبز عدد الوظيف على وظف كمبيتشن دي بقيت المواقع اللي بساج متعتباتات مختلفة فرصنا برضو عليها وظيف تريبا قد فدي دي الماركت شير مهم مهم جدا تكونه بتتراكع على طول في حاجات كتيرة حد بيسعى برضو عالكارير بتاع product manager زي ما قلت فيه بروغرام كتيرة جدا انلاين على منتور على كورسيرا والحاجات دي كلها بس فيه برضو اكتر بروغرام اعرفه فيه منه version content بس فيه منه منه منتورس بيسابورتيو في البتاع دي واحنا اصلا مرة الفاتت يعني بيعملوا كوهورتس واخر مرة فيه اثنين مثلا من التيم عندهم هو هايرد في التيم عندنا في البروكت في ماشي بس كده يعني اخلصت الاسئلة يعني ارجو انك مكنش طويلت عليكم وارجو الموضوع كان يكون مفيد يعني اشكركم جدا وبالتوفيق اليكم جميعا وبقيت الحاجات اللي سألت عليها حاول اجمع حاجات وحطاها في بوست وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم اشتركوا في القناة